موسيقى موسيقى السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو ده عبارة عن تجميع لكورس كامل عن الجداول المحورية بيتكلم على الجداول المحورية من الالف الى الياء ثلاث ساعات كاملة كل اللي محتاج تعرفه عن متقسم 12 موضوع وفيه اكتر من 20 مثال عملي موجودين جوه الفيديو ده اللي متابع معايا في القناة عارف سلسلة تحين البيانات على الاكسل اللي اسمها pt او pivot tables وزي ما قلنا احنا هنا بنتكلم على تلات ساعات تجميع كاملة وملخص لكل اللي تكلمنا عنه في السابق عن ال pivot tables ومتقسمة 12 موضوع الموضوع الاول وهو كان موجود في فيديو pt01 هو انشاء وتصميم الجداول المحورية الموضوع التاني تحديث بيانات الجداول المحورية بعد كان متكلم على الجروبينج في تلات اقسام او تلات موضوعات تجميع التواريخ او تجميع قيم رقمية او تجميع عناصر نصية بعد كده بنتكلم على المعادلات داخل الجداول المحورية في الموضوع pt04 او الفيديو اللي كان اسمه pt04 pt05 بيتكلم على option جميل جدا اسمه report filter pages او صفحات تصويرات التقرير وفيه مثال عملي جميل جدا عن انشاء اكتر من 75 حساب للعملة بعد كده موضوعين مرتبطين ببعض في pt06 هتلاقي point one و point two اول واحد بتكلم على generate get pivot data معادلة ممكن تطلع من ال pivot table ناس كتير متعرفهاش option جميل جدا لو شفته ممكن تستفيد منه بشكل كبير بعد كده بتكلم على feature مهم او اسمها show value as او اظهار القيمة كداخل الجدول المحوري الفيديو السابع او الموضوع السابع بتكلم على سبع خصائص لو عرفتها هتكون فعلا بتتعامل مع pivot table بشكل احترافي الموضوع التامن بتكلم عن العرض والتصوير بتكلم على المخططات المحورية بتكلم على slicer بتكلم على timeline وازاي باستخدام الحاجات دي او العناصر دي ممكن اعمل لوحة معلومات او interactive dashboard جول excel الموضوع التاسع بتكلم على ازاي ممكن اعمل جدول محوري مستدد الى power query وحنشوف فيه اكتر من 3 مليون صف من البيانات بنشتغل بهم جوه ال pivot table لما نكون بنشتغل عليه باستخدام ال power query واخر حاجة بتكلم على data model او حاجة اسمها power pivot لو انت كنت سمعت عنها قبل كده وازاي ممكن استخدم ربط ما بين اكتر من جدول واقدر اعمل pivot table بناء على اكتر من جدول طيب قبل ما اصيبك مع الفيديو التلات ساعات الكورس المتكامل خليني اقولك على حاجتين بسرعة الحاجة الاولانية الفيديو طبعا طويل جدا فبالتالي انا هحاول اقسمه او هساعدك انك تروح على اقسام بشكل مباشر عن طريق حاجة اسمها فلو روح تحت الفيديو طبعا ده فيديو بالانجليزي اسمه pt07 مش هو ده الفيديو بتاعنا ولكن بس عشان اعريك المثال لو دست على show more او اعرض المزيد لو هي بالعربي هتنزل تحت حتلاقي حاجة زي كده هتلاقي متقسم حاجة اسمها تايم ستامب زي ما انت شايف الازرق ده تايم ستامب لو دست على الدقائق اللي بالازرق ده ده رقم الدقيقة يعني مثلا let's say الموضوع الاول يبدأ من الدقيقة واحد لو دست على رقم الدقيقة هيوديك عطول على القسم الاول القسم الثاني let's say عن دقيقة عشرة او خمسة هتدوس عليها هيوديك بشكل مباشر وطبعا زي ما تعودت معايا انا بكون حاطة لينك ممكن تعمل منه داونلود الexcel workbook في الحالة بتاعتنا دي هتكون حاطة اتناشر لينك عشان تقدر تنزل اتناشر workbook اللي مشروح فيهم الexcel بتاعنا كله وقبل ما سيبك كالعادة لو حرك مش مشترك في القناة لو سمحت اشترك واعمل لايك للفيديو لو عجبك واعمل share عشان بقيت الناس تشوفه يكون ضريف جدا لو سبتلي تعليق وان شاء الله يكون فيديو مفيد وكورس متكامل مفيد للناس كلها واسبكوا مع الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو PT01 اول فيديو بيتكلم على ال pivot tables في الفيديو ده هنشوف ازاي نعمل creation و design و layout لل pivot table كمان قبل ما ابدأ في ال pivot table محتاج اتأكد انا عندي ال proper data set او مجموعة البيانات المناسبة اللي هاشتغل عليها عشان اطلع منها pivot table مظبوط كمان ازاي ممكن ادي اسم لل pivot table وكمان ازاي اقدر اشتغل على pivot table feed list علشان اقدر اعمل design لل pivot table بتاعي من حيث ال rows وال columns واخر حاجة احب ال discussion around design و layout بتاع ال pivot table يلا نروح بسرعة ال excel ونشوف مع بعض قبل ما ابدأ creation of a pivot table لازم اتأكد انا عندي proper data set عشان نفهم ايه ال proper data set نروح على الشمال ونشوف ال data اللي مجهزينها عشان الموضوع ده فاول شرط من شروط انها تبقى proper data set ان يكون عندي headers in the first row وده متحقق هنا عندي اول سطر موجود فيه اول صف موجود فيه ال headers وكمان كل ال headers موجودة يعني ما عنديش اي missing header كل ال headers متكاملة وموجودة حاجة تانية ال header ده اقدر اسميه column name لان ده كده column واسمه موجود فوق او اسميه field name نفس الاسم ده field واسمه موجود فوق اللي بعرض كده لازم ان records او ال record يكون موجود من اول الصف التاني ال data بتاعتي الحقيقية اللي هشتغل عليها موجودة من اول الصف التاني وكل صف من ال data اقدر اسميه record او اقدر اسميه row ورو او record بتكون من one data point for each field معناها ايه ان ال date بيبريزنت ال record ده عنده one value لل date وعنده one value لل channel and so on to force لغاية sales one value لل field او column اللي اسمه sales الحاجة اللي بعد كده ان لازم كل column او كل field يحتوي على نفس النوع من ال data او نفس ال data type بمعنى ايه ان ال sales لازم كل values اللي تحتيها تكون numeric ما ينفعش حط في نص date او تاكست نفس الكلام ال product name لازم كل اللي تحته يكون تاكست ال date لازم كل اللي تحته يكون date الحاجة التانية ما ينفعش يكون فيه totals لو انا خدت هنا sell وعملت total او subtotal لازم كل اللي تحته لازم كل اللي تحته لازم كل اللي تحته لازم كل اللي تحته احسن لك تفصل بينه وبين بعض one empty row يبقى هنا ال data بتاعتك بتخلص وبعد كده بتبوص على total كمان ما يستححش يكون فيه blanks لانك لو عملت بلانكات مش هتعرف تسيلكت مزبوط فالافضل تكون data بتاعتك متصل لما يكونش فيه blank rows في النص طب عشان تأكد ان انا data بتاعت شكلها كويس لو قفت على اي cell جوه ال data set وقلت له control A هتلاقي اختارها لك بالكامل including the headers ولو نزلت تحت كده خالص هتلاقيه مختارها معانا لغاية اخر نقطة موجودة تحت دلوقتي عندك proper data set ومحتاج تبدأ تcreate ال pivot table عندك طريقتين اول حاجة ان انا اختار اي cell جوه ال proper data set بتاعتي واروح على insert ribbon ومنه اقوله pivot table هيفتح لك على طول create pivot table window انا هعمل cancel المرة دي عشان اوريك ازاي اقدر اعمل الكلام ده بالkeyboard بال shortcut هعمل alt n v وانا مختار اي cell جوه ال data range هيفتح لي برضو create pivot table window عشان اكمل العملية دي محتاج اختار حاجتين اول حاجة هو الوحده زي انها proper data set ده ما اتفقنا فهم ال range الوحده فهم ال range كله فقال لك ان ده في شيت اسمها jan 18 sales ويبدأ من b2 وينتهي عند g5931 وده مظبوط فهو بس بيأكد لك arrange select table or range انا بتأكد arrange مظبوط وهو مظبوط ال option التاني انت عايزها في new worksheet عايز ال pivot table في new worksheet وده طبعا ال default لكن انا for this case انا عايزها في existing worksheet وبعدين هروح على location وحط cursor جوه location وبعدين ابدأ اختار ال location اللي انا عايز احط فيه وفي الحالة دي خلينا نروح على let's say M 35 واحنا برس اوكي هتلاقي ال pivot table بيت carry it automatic ادي ال pivot table وادي ال pivot field list دلوقتي بقى عندي pivot table وزي ما انت شايف عنده اسم اسمه pivot table 1 وده default انه بيبدأ ادي اسم pivot table ويرقم 1 2 3 4 طبعا ده ملوش اي معنى فانا محتاج ادي اسم لل pivot table ففيه طريقتين اول واحدة يا اما انا واقف على اي سال جوه ال pivot table هتلاقي analyze ribbon مفتوح لك ومن analyze ribbon هتروح على الشمال خالص هتلاقي pivot table name وهنا ممكن تدابل click تختار الاسم القديم وتكتب اللي انت عايزه ويتدي الاسم الجديد او ممكن تعمل right click من على ال pivot table برضو وتقول pivot table option وهيفتح لك window بتاعت pivot table option وقدرة تديره اسم زي sales ودوس اوكي ودلوقتي عايز ابدأ اعمل design لل pivot table بتاعي او report بتاعي عن طريق ال pivot table fields او ال window اللي موجودة على يمين دي اللي بتكون active اي وقت انا مختار فيه اي سال جوه ال pivot table واقدر كمان ان انا اشغلها اجابها اخفيها من هنا واقدر برضو اظهرها من هنا بس لازم اكون واقف جوه اي سال جوه ال pivot table طيب ال pivot table fields متقسمة ل two sections فيه section الفقاني اهو فيه خطة اهو section اللي فوق ده وده بيكون فيه list of all fields او عنوين ال headers اللي احنا في الاول بصينا عليها او عنوين الاعمدة القسم اللي تحت متكون لاربع اقسام القسم الاولاني filter وبعدين columns او الاعمدة وال rows او الصفوف وبعد كده القيم او values وعن طريق ان انا اسحب field من دول وحطه في section من اربعة دول هيبدأ ال report بتاعي يتكون في المساحة اللي موجودة هنا فتعال اول حاجة نبدأ بال rows وانا هاخد channel هسحبها هدوس على channel وافضل days او افضل hold الدوسة بتاعتي واعمل drag وانزل في rows واسيب ايدي من على click button حلاقي ايه اللي حصل حصل creation of a unique list في rows من ال field اللي اسمه channel حلاقي لونه بقى زي ما انت شايف كده bold وعليه checkbox وحلاقي هنا unique list of values اللي موجودة جوه channel طيب انا لو خدت ال region مثلا وحطتها وعملت نفس الطريقة سحبتها عملت لها dragging وحطتها تحت rows حلاقي ايه اللي بيحصل حلاقي فيه unique list تانية من ال region بقت موجودة تحت channels طيب انت ممكن تقول لا مش unique list ولا حاجة لان انت عندك Alex هنا ومتكرارة تحت هنا وكايرو ومتكرارة هنا حاولها لك لا لان اليكس بتاعت دورت ودور تختلف عن اليكس بتاعت ال key accounts فبالتاني still the unique list بكل channels ومتقسمة بكل possible regions و still the unique list لكن موجودة في multi level you can call it multi level unique list طيب بتاعنا ناخد ال region برا ونرجع تاني ال 4 channels المرة دي هاخد channels من ال rows برضو هكليك و افضل و اهولد و اعمل dragging لغاية columns و release ED هلاقي عمل نفس الكلام بس في columns و كل الفرق بين ان احط field جوه ال column او جوه ال row انه هو هيعملك unique list م في vertical او horizontal direction وبالتالي بدل مكان ال label بتاع ال row هو channel دلوقتي هيبقى ال header بتاع ال column هو channel بتاعتك طيب تعالى نرجع تاني و ناخد نفس العملية دي ناخد ال region و نحطها تحت ال column هيحصل ايه؟ هيحصل نفس العملية بالزبط ولكن بشكل horizontal طيب تعالى دلوقتي ناخد ال channel عايزين نتخلص من ال channel مش عايزينها في report anymore فهو اعلم عليها و ادراج و طلعها ببرة نفس الكلام region هعلم عليها و ادراج حتى لما طلعت برة في اكس كده لو سبتها برة خلاص رجع تاني ال four sections فاضين و report بتاعي بقى blank تعالى بعد كده نجرب نبص على values لو انا حطيت حاجة في values و ايه اللي هيحصل؟ تعالى انا ابدأ بال sales لان فيها numeric field يعني كل الارقام الجوة كل ال data جوة كلها ارقام تعالى احطها في values ايه اللي هيحصل؟ هيجمع ال data مع بعض لان انا احطتها في value ففهم انا عايز اعمل تجميع و استعمل function sum عشان يعمل aggregation بس مش هيه الفنكشن الوحيدة لو عملت right click هنا اقدر اغير اقوله وحلاقي فيه count و average و max و min و حاجات كتير لو قلت له مثلا count هتلاقي اغير لك الهيدر خلق count of sales و ادى لك هنا count والcount ده هيبقى بالظبط number of transactions او عادل المرات اللي حصل فيها sales او number of transactions تعالى نرجع تاني لل default اللي هو sum هارجع تاني هنا و اقوله sum لو سمحت و تعالى بقى نجرب نميكس الكلام ده مع بعضه انا للوقتي استعملت ال rose فتعالى ناخد مثلا channel تاني و نحطها في rose بص كده ايه اللي هيحصل هتلاقي ظهر لك حاسمها grand total فيها الرقم اللي كان موجود قبل ما ادراب ال channel هنا وهتلاقي فوق break down لكل sales بتاعك door to door باع قد كذا key accounts باع قد كذا ازاي عمل كده ايه تكرار فيه door to door تجمعه مع بعضه على ال field اللي اسمه sales و ادى لك ال sum لو عملت رجعت تاني و اعملت مثلا count اقدر عملها ازاي اقدر ناخد ال sales مرة تانية و احطها هنا في ال values و ادى لك some of sales تاني بس اسمها to تعالى بقى المرة دي انا right click و اقول له لو سمحت field settings و سميها count فبقى عندي مرة count و مرة values الحاجة اللي بعد كده ان انا بص على section بتاع الفلتر طب افرد انا اخدت حاجة زي المرة دي ال region و حطتها في الفلتر ايه اللي هيحصل بص كده حصل ايه فوق حصل حاجة اسمها top level report filter تريعلك فوق الفلتر فوق خالص و معنى كده ولو هتلاقي هنا drop down menu مكتوب عليها all لو فتحت هنا ال value list هلاقي كل ال regions بتاعتي لو اخترت حاجة زي Alex و قلت له اوكي هتلاقي كل ال report بتاعك تحت تتغير وبقى باصص على Alex بس حصله filtration على Alex بس اقدر اختار multiple items ايوه لو دست هنا اقدر اختار مع Alex مثلا كنال و دلتا ولو قلت له اوكي هتبقى filtration criteria تغيرت و هلاقي هنا كتب لك multiple items عشان اشيلها هرجع اختار all زي اي filter واقول له اوكي ورجع ال report يبص على all اخر جزء في الفيديو ده نتكلم على report layout and design اول حاجة هعملها خليني اشيل count خليني بس وقفين على sum of sales و هرجع اخد ال region من filter وحطها تحت channel زي ما انت شايف very flexible اتعامل مع ال report مع ال pivot table report دلوقتي انا باصس على حاجة على فورم اسمه compact form و ده default لما بعمل pivot table default design هو compact form ده الاقيه فين و انا واقف على اي cell جوا ال pivot table حلاقي design ribbon active حدوس عليها حلاقي على الشمال layout section في منه حتة اسمها report layout لو فتحتها حلاقي show in compact form و ده default في بعد كده show in outline form لو دست عليها حليقها شبهها شوية بس حط ال two levels بتوع ال rows على two different columns فدور تو دور هنا و key accounts هنا لكن ال region بقت على موجودة على column جديد طيب في واحدة كمان اسمها tabler form tabler form دي برده و انا واقف على ال pivot table هروح على design layout report layout هيحسمها tabler form شبهها جدا شبه ال outline قوي بس هتلاقي subtotal بتاع كل section موجود تحت مش موجود فوق طيب ممكن اعمل ايه تاني اغير في ال design ازاي من نفس المكان design layout هلاقيها اسمها blank rose لو فتحتها هتلاقيها اسمها insert blank rose after each item لو دست عليها هتلاقيه بيفصل لك بيعملك separator between كل section او كل subtotal فده بيزود لك يعني بيحسن شكل ال report شوية لو انت عايز تفصل بين كل section والتاني بعد كده اقدر كمان من report layout اعمل حاجة اسمها repeat all labels وده زي ما انت شايف الابل بتاع الروز في ال level 1 او ال higher level في الروز متكرر مرة واحدة اقدر اكرره تاني في كل ال blank rose اللي هنا فقدر من report layout اختار repeat all labels هتلاقيه متكرره عندك طيب كمان فيه options لساب توتلز هتلاقي برضو من design layout هتلاقي حاجة اسمها ساب توتلز لو فتحتها هتلاقي حاجة اسمها do not show ساب توتلز لو دست عليها هتلاقي الساب توتلز اختفى ممكن كمان اختار فين الساب توتلز ممكن اختار at the top او at the bottom فيه كمان form اسمه cross tabler بس ده انا اللي بعمله مش موجود بعنديش حاجة اسمها cross tabler انا بعمله ازاي ان انا احط حاجة في ال row وحاجة تانية في ال column فمسلا لو خدت ال region انا اخترتها وعمل drag وحطها في ال column هتلاقي ايه unique list of channel موجودة في ال rows و unique list of the region موجود في ال column وحلاقي ال values في ال intersection بينهم الشكل ده اسمه cross tabler كمان اخر حاجة لما هعمل cross tabler حلاقي زي ما انت شايف في grand total في الاخر و grand total تحت يعني في الاتجاهين في grand total عشان ال intersection بتاعهم يبقى الاجمالي العام بتاع ال report اقدر كمان العب مع grand total شوية هنا برضو في design في section اسمه grand total اقدر اقول له off for rows and columns فتختفي خالص مفيش grand totals اقدر اخليه only for rows اقدر اخليه only for columns انا بالنسبالي افضل ان انا اخليها في ال rows وال columns مع بعض ف هاخليها on for rows and columns وده default report كده بقى شكله كويس اوى اخر حاجة فضله ان انا اعمل حاجة اسمها number formatting انت شايف الفورمات ده general محتاج اعمل number formatting ممكن اختار السيلز كلها واعمل زي اي فورماتنج للسل لكن في ال pivot table اختارت one cell وعملت right click وروحت على number format وهيفتح لك ال number format window هاختار numbers وعشان مثلا انا ده sales فخليني اختار احسن currency ومن currency هاخليها zero decimal places ستجد الفورماتنج التعمل في ال table بالكامل تعالى نبص على ال pivot table style قبل ما نتخلص ونقفل الفيديو ده من نفس ال design tab هتجد حاجة اسمها pivot table styles ولو فتحت السهم اللي تحت ده هتجد مجموعة كبيرة جدا من ال ready made styles في مجموعة اسمها light مجموعة اسمها medium ومجموعة اسمها dark خليني مثلا اختار من light حاجة زي light grey هاختارها غير لك الشكل شوية ادالك الوان مختلفة فيه كمان options موجودة هنا pivot table style options اقدر اعمل banded rows لو انا احتاجت ممكن اشيلها واعمل banded columns حسب انا محتاج ايه ارجع اشيلها تاني وممكن كمان اعمل my own style لو نزلت تحت خالص هتلاقي حاجة اسمها new pivot table style وانا اعملت واحد سميته مثلا هنا هاو سميته dark blue headers لو اخترته ده انا اللي عامله بنفسي فبالتالي اقدر اعمل ال style اللي انا عايزه اهلا بكم في فيديو pt02 الفيديو التاني من سلسلة pt المتعلقة او بتتكلم على pivot tables النهاردة هنتكلم على تحديث وتغيير البيانات وحنناقش خمس موضوعات اول حاجة ازاي نغير values او قيم جوه ال data set بعد ما نكون قريبا الحاجة التانية لو حبينا نعمل اكتر من pivot table على نفس data set ازاي ممكن نعمل copy من ال pivot table ده الحاجة التالتة ازاي نضيف column جديد او نغير اسم column موجود وبعد كمان نعمل update لل pivot table الحاجة اللي بعد كده ازاي نضيف بيانات جديدة وليكن شهر جديد ازاي كمان احنا بنعمل كده ممكن نستخدم اسم range بدلا بنستخدم range نفسه الحاجة الاخيرة ازاي كل الخطوات اتعمل دي قبل كده ممكن نعملها لو احنا بنستخدم جداول بدلا بنستخدم normal range او اسم بتاع range ازاي نستخدم functionality بتاعة ال excel tables مع pivot tables في excel sheet اللي معانا عندنا بيانات مستخرجة من daily sales بتاعة شهر جانوري لAAA bike shop واول حاجة مبدئيا مطلوب ان انا اسماريز الديتا دي باستخدام pivot table هاختار اي سيل جوه range ده واستخدم وحدوس على alt and v هيفتح لي نفس الويندو دي بس عشان انا جوه range اللي هعمل منه الديتا بتاعتي هعمل الديتا range بتاعي انا اختار one cell جواه فهتلاقي اختار الرينج في ال table or range box لكن ما عرفش ال location وده انا هعمل دلوقتي هختار existing worksheet واقف جوه ال location واختار i7 وادوس على اوكي هي carry report بتاعي وحلاقي على يمين هنا pivot table fields اول خطوة ادي اسم الريبورت زي ما عملنا في الفيديو اللي فات فمن الاناليز ريبن هروح على pivot table name وحسمي ده sales jan 18 وادوس enter عشان اcreate ال pivot table اول حاجة هعملها هاخد ال data احطها في الفلتر وحاخد ال channel احطها في ال rows وحاخد ال sales value وحطها في ال values بقى عندي break down لل total sales اللي هو 3 مليون ونص تقريبا break down بال channel door to door key accounts الى اخره عشان اعمل number formatting هاختار اسل وعمل right click number format وهاختار currency وزير ديسمال places وادوس اوكي دلوقتي لو انا حبيت اعمل اي change في ال values اللي موجودة في ال data set ازاي ده ممكن نرفلك في ال pivot table فتعال نجرب السل متى لو انا بالاصفر قدامنا دي هزود عليها مليون فحاخش جوه formula bar وplus مكتوبة وحكتب جنب plus مليون ودوس enter حلاقي 10 مليون حلاقي value زائد بعشرة مليون لو روحت على ال pivot table هنا حلاقي ان فيش حاجة تغيرت ليه؟ لان انا عشان اعمل update او change data according للتغير اللي حصل ده محتاج اعمل حاجة اسمها refresh عشان اعمل refresh لل pivot table عندي 3 طرق اول واحدة ان اقف جوه اي cell جوه ال pivot table واروح على analyze ribbon ومن النص هنا فيه حاجة اسمها data واختار منها refresh او ان انا اقف جوه اي cell برضو واعمل right click وحلاقي برضو refresh button موجود هنا او لو انت بتحب الكيبورد بس هدوس على alt chna و انت ح tamam و اغلبت حوالي 0.5 ميل bios و الجوه ال transformation و انت حاولer يعني version انت نسبة لك Brand فالكيبورد هدوس كنترول زد هيعمل الأول أندور الرفراش وبعد كنترول زد تاني هيعمل أندور الأكشن بتاع العشرة مليون اللي زودناها في السل دي الخطوة التانية اللي عايزة أعملها في الفيديو ده إن أنا لو حبيت أغير الديزاين بتاع التابل Actually أغير الديزاين بتاع الكابي من التابل بمعنى إن أنا هنا عندي بريك داون بالشانل داخلين عايزة أعمل كمان ريبورت أضيف ريبورت زيادة لكن يبقى فيه بريك داون بالريجن فهعمل إيه؟ هاختار الريبورت كله البيفت تابل ريبورت كله وكنترول سي عشان أعمل كابي وخينا ننزل تحت عند آي لاتسي خمسة وتلاتين وكنترول في عشان أعمل بيست الوقتي بقى عندي اتنين ايدنتيكال ريبورت البيفت تابل ريبورت وكل واحد للفيلد لست الخاصة به فهيقى على الفيلد لست بتاعت الريبورت الجديد وانتشك التشانل واتشك الريجن هلاقي بقى عندي ريبورت جديد فيرجن تانية من الريبورت لكن البريك داون المرة دي بالريجن قلت اكشان أعيز أعمله على الريبورت بتاعي ان أنا واتف بعد ما عملت البيفت تابل ريبورت حبيت أضيف كولوم جديد فتعال نجرب كده نطلع فوق خالص في الهيدرز بتاعت الريبورت وازود كولوم جديد وهسميه ديسكاونتد سيلز وحافترض ان أنا هطبق 10 فرمية ديسكاونت على كل السيلز باليو بتاعتي فسيمبلي هاختار أول سيل واقول له إكول واختار أول فاليو لسيلز واضربها في بوينت ناين عشان أرفلكت عشرة في المية ديسكاونت وبعدين أعمل كابي أول دواي داون أعمل دابل كليك على النقطة اللي في الكورنر عشان أكابي لغاية الآخر تعال نروح بقى على الريبورت الجديد وتعالى نبص على الفيلد لست الفيلد لست بتاعتي هتلاقي ما فيش أي حاجة حصلت حتى لو عملت رفلاش ما فيش حاجة تحصل ليه؟ لأن الرينج اللي اخترته في الأول ما كانش بيانكلود الكولوم جي روح كده على وانت واقف جوه البيوت تيبل وروح على وعلى نفس المنطقة بتاعت الديتا دي واختار change data source هيفتح لك الويندو بتاعت change data source وهتلاقي فعلا هو مختار من بي تو لغاية F868 وبالتالي الجي مش دخلة معنا لو حبيها يدخلها ممكن بحرص كده اختار الF من هنا وعمل واكتب جي مكان الF وادوس اوكي لو نزلت تحت هتلاقي ان انت وانت مختار البيوت تيبل هتلاقي الفيد لست بتاعك بقى جوه فيد جديد اسمه discounted sales لو عملت just check عليها كده هتضاف على ال report بتاعك وكل ماحتاج عمال number formatting فهعمل right click number format numbers و zero decimal places واكي طب افرد النهارده انا لقيت ان الطول بتاع الهيدر ده طويل اوي discounted sales واخد مساحة كبيرة فحبيت اختصرها شوية فروحت فوق خالص رجعت تاني فوق على الهيدر واختصرتها خدت بس اول اربع حروف backspace لغاية ما اخد بس disk واعمل underscore فdisc sales وenter تعال نروح ايه اللي حصل هنا ما حصلش اي حاجة ليه لاني محتاج اعمل refresh زي ما عمالنا اول مرة فهدوس على alt f5 اوبا ايه اللي حصل هتلاقي الكلوم كله اختفى لكن لو بسيت على field list هتلاقي الاسم تغير هنا لكن عشان الاسم تغير فالpivot table اعتبر ده field جديد والقديم اختفى تماما فمحتاج اختاره مرة تانية حتى i lost كمان number formatting فمحتاج اعيدها مرة تانية عشان ال report بتاعي يزبط ودوس اوكي دلوقتي ال report موجود بعد ما عملنا update لل field name دلوقتي احنا عندنا ال report اللي موجود حاليا ال pivot table ال created دلوقتي موجود في شهر يناير بس ولو بصيت هنا على filter هتلاقي هنا المعلومات بتاعت شهر يناير dd sales على شهر يناير بس في طريب دلوقتي انت عايز تضيف شهر كمان وليكن فبراير وده موجودة عندك في الشيط التانية دي في 2018 فهناخد copy من ال report هعلم عليه كله ctrl z عشان اcopy واروح تحت ctrl v عشان اعمل paste فبقى عندي copy تانية وتعالى نشوف ازاي ممكن نضيف فبراير فهروح على شهر فبراير وهاختار اول sell من بعد الheaders لان الheaders موجودة في شهر january هدوس ctrl و shift و write arrow عشان اختار اول row وافضل ctrl و shift ودوس down arrow عشان اختار لغاية تحت وعمل ctrl c واروح في january واروح على اول column في الشمال اللي هو column b وعمل ctrl arrow down عشان اوصل الاخر row تحت وارو down واحدة كمان عشان ابقى في اول empty row وعمل ctrl v عشان اcopy فكده انا طولت ال table بتاعي وبقى في معلومات او ديلي sales january وتحت february بس محتاج اعمل double click هنا عشان اcopy المعدة اللي كنت اعملها في column الزيادة لغاية الاخر double click بقى عندي كده ال data set كلها جاهزة عشان ازود الشهر بتاعي طيب دلاتي طبعا لو بصيت على pivot table مفيش حاجة حصلت لانه range ده الجديد اللي زودته بتاع فبراير مش موجود في original range اللي كنت مختاره اقدر ازوده عادي من analyze وروح على change data source واعمل نفسها المرة اللي فاتت لما جيت ازود column بس هنعمل حاجة different المرة دي هاختار اي cell واعمل control a هاختار range بالكامل والمرة دي حدي اسم ال range ده ازاي يدير اسم هروح على name box من هنا مكتوب انا كنت وقف على E58 فمكتوب اسمه jan fab لو اعمل select ورجعت تاني وقفت عليه واختارته هتلاقي اختار لك range بتاعك كله اروح عافتني عن name box اختار jan fab كده select بالماوس وcontrol c عشان اخد منها copy دلوقتي نروح على pivot table بتاعنا ونعمل analyze نقوم ونختار change data source ودلوقتي بدل مغاير range بأدية هعمل ctrl v عشان paste الاسم الان اختارته ودوس ok ايه اللي حصل حصل update ديك شايفة هو الارقام اتغيرت ولو فتحت الفلتر وعملت scroll down هلاقي فبراير ظهر تحت حاجة في الفيديو ده تعالى نشوف لو نعمل نفس الكلام اللي عملناه بس هنعمله في table بدل ما احنا شغالين على range واسامي حتى للrange فاول خطوة هعملها عشان اجرب نفس الactions دي على table ان انا هحول الrange بتاعي انا عندي copy تاني من jan 2018 فاشيط اسمها jan 2018 table فاول حاجة احوله لtable اختار اس جوا range ctrl t هيفتح create table window هو الواحد واختار range وبيسألك اذا كان my table has headers حولهولي لtable وفتح لي design ribbon ومن على الشمال هنا قدر اديره اسم فخليني اسمي all sales وادوس enter دلوقتي مش محتاج بقى اعمل اي حاجة لان انا جوا design ribbon في حاجة اسمها summarize with pivot table لو اخترتها على طول فاختارلك في table او range اختارلك على طول اسم table اللي هو all sales كل محتاج اعمل انا حدد عايز اعمل location بتاع pivot table فين فحاجة اقف على i6 واقل اوكي اعمل لك pivot table وتعالى نديره اسم بردو نسمي all sales pt for pivot table وادوس enter نعمل report شبه اللي فات حط dates وحاخد region احطها في rose وحاخد sales احطها في values وازا ما تعودنا لازم نعمل number formatting right click number format وcurrency zero اسم places واوكي فكده ما عندي report جاهز تعالى بقى نعمل نفس اللي عملين المرة اللي فاتت عايزين نزود column وهنسميه برضو discounted بس اختصارها لعطول بقى disk underscore sales enter هلاقي table expanded لوحده واخد معال column الجديد ولو جيت احسب المعادلة اللي هي هادوس equal واختار f3 علشان احسب 90% واضرب في point 9 لما هادوس enter هلاقي كل المعادلات لغاية الاخر حصلها copy down كمان علشان pivot table باصص على table فحلاقي ان انا مش محتاج اغير range عشان ادخل الكلوم الجديد وانس ان انا وقفت عليه ودوست alt f5 عشان اعمل refresh حلاقي في pivot table fields هنا ظهر لك discounted sales ممكن تختارها حضيفها على report وright click وformat numbers واختار currency zero decimal places اوكي طب فقال نجرب لو حبينا نضيف فبراير زي ما عملنا هنروح على shape فبراير range كله كان اختارينه فctrl c مرة واحدة وروح على jan table وانزل على اول empty row تحت بص اللي هيحصل لما اجي اعمل paste ctrl v هتلاقي على طول range expanded لتحت وكمان المعاد اللي حصل لها copy لفوق ولو طلعت على اللي محتاج عمله alt f5 عشان refresh حلاقي دي تحصل لها update ولو فتحت الفلتر حلاقي ان فبراير ظهر عندي تحت فبالتالي زي ما انت شايف ان updating information وانت شغال على table اسهل كتير although ان برضو الشغلة على pv table اسطلا ما هو صعب قوي حتى لو عملت بنفسك change data source لكن بالشغلة على tables الموضوع اسهل كتير اهلا بيك في الفيديو التالت من سلسلة التحليل البنات على excel pt for pivot table وتحديدا فيديو pt03 اللي بتكلم على grouping وتحديدا pt03.1 اللي بتكلم على grouping of dates وازاي اقدر اعمل من بيانات المبيعات بتاعتي report weekly او monthly او quarterly حتى لو original data set ما فيهاش بيانات الاسبوع او الشهر او quarter الexcel sheet اللي معانا فيها sales data extracted من triple a bike shop ده sales بتاعت 2018 it's daily sales dates دي ايام كمان عندنا five fields او الواحد زي ما قلنا dates بعد كده channel والregion والquantity والsales والمطلوب ان انا اعمل monthly وquarterly report ده اول حاجة عايز اعملها من البيانات الموجودة قدامي وزي ما انت شايف انا عندي dates ايام لكن ما عنديش لشهر ولا quarter وعايزين نشوف ازاي نعمل ده باستخدام pivot table فعشان اعمل pivot table وانا ماقف جوه اي cell جوه ال data set بتاعتي هستخدم keyboard shortcut alt and v هيفتح لي ويندو اسمها create pivot table وهو تعرف على range الوحده زي ما انت شايف مكتوب هنا محتاجة اعرف location اللي عايز اعمل في pivot table default new worksheet بس انا هاختار existing worksheet واروح على i6 واقول له ok هيcarry pivot table جديد اول خطوة لازم اديله اسم وده هسميه monthly sales ودوس enter وابدأ ابني ال report بتاعي اول حاجة انا هاخد sales احطها في values وعلشان ده numeric field فاوتوماتيك هعمل aggregation وهيستخدم function اسمها sum وهيعمل total كل sales في السلة اللي شايفها قدامي ممكن اعملها number formatting right click number format all currency zero decimal places ووكي والحاجة التانية عايز اعمل monthly report فما قداميش غير date دلوقتي فاخد date وحطه في rows فاي حاجة احطها في rows هيعمل منها unique list list كاملة بكل التواريخ الموجودة في column اللي على الشمال او في الفيلد وده بالتالي هيبقى حوالي 365 line فيها كل التواريخ من 1 1 ل 31 12 طب ازاي ممكن اعمل monthly report هنا يجي دور grouping grouping موجود في كذا مكان تعال نشوف اول حاجة موجود فين في ال pivot table analyze ribbon حلاقي جروب وحلاقي ثلاثة options موجودين فيها جروب field وده هتكلم عنها دلوقتي لو عملت hover عليها كده هدي كتب تحت group numeric or date fields يعني ده بتشتغل مع numeric والdates وانا هنا عندي dates فقدر استخدمها اول ما هدوس عليها هتفتح لي window اسم grouping و by default هيختار الشهر لو اخترت الشهر الوحد وزي ما هو ما اختارها كده automatic اوكي حلاقي 365 line بقوا بس 12 line وظهر عندي الشهور بس وحلاقي summary للسيلز بالشهر طب انا عايز ارجع تاني للايام اعمل ايه بسيطة جدا نفس الكلام من pivot table analyze هروح على group عندي حاجة اسمها ungroup لو اخترتها هيرجع لولع الطبيعي طب افرد انا عايز الشهور وعايز برضو اشوف الايام بسيطة جدا هرجع تاني على pivot table analyze والمرة دي لما اقول group field هختار month ومعها days كمان ولو اوكي هيعمل ايه هيعمل subtotal للشهور ولكن هيحتفظ تحتها بالايام وحيظهر عندي حرف minus هنا على الشمال لو دست عليه هيعمل collapse للsubtotal بتاع الجان وحيبقى جان عبارة عن سطر واحد ممكن اعمل كده في فب وهكذا او لو مش عايز اعمل لهم واحدة واحدة هرجع التانية على pivot table analyze ribbon وحلاقي المرة دي في حاجة اسمها active field حلاقي minus لونها احمر لو دست عليها هعمل collapse لكل field طب لو انا عايز summary من غير plus و minus اعمل ايه هتلاقي خد بالك حصل حاجة كمان لما عملت group من month وديت مع بعض هتلاقي field جديد ظهر في pivot table field اسمه month انا لو عملت uncheck على month ده هتلاقي الايام ظهرت كلها وما بقاش عندي حاسمها شهور خالص وحلاقي كمان dates لو شلت dates دي حيطلع المنظر الاولاني ازف ان انا ما عنديش غير بس الشهور وده ميزة نخلط الاتنين مع بعض وميزة ال grouping انه بيعمل لك الكلام ده automatic طب ممكن اضيف حاجة جديدة اه اه اضيف حاجة جديدة ارجع تاني وقال له group field من هنا وزود quarters وقال له اوكي بقى عندك quarter وتحت الشهر اتنين ادي ثلاث شهور جديدة اسمه quarters وعندك dates زي ما هي اللي فيها الايام وعندك الشهر فخليني انشك dates فبقى عندك quarter one وتحت تحت تحت شهور بتو quarter two وتحت تحت تحت شهور بتو و grand total في الاخر وكده بقى عندك monthly and quarterly report رغم ان انت بادئ وانت عندك dates بس طب دلوقتي قدرنا نعمل monthly ونعمل quarterly عايزين كمان نعمل حاجة تانية عايزين نعمل weekly طيب تعال اعمل ايه تعال اخد copy من pivot table ده هاختره كله ctrl c وروح على o6 وعمل ctrl v طب تعال انجروب ال pivot table ده عشان نعمل grouping جديد فهروح على analyze pivot table وقول انجروب بص اللي هيحصل التو pivot انجروب طيب دي مشكلة اتغلب عليها اعمل undo واحدة عشان اشيل grouping واندو تانية عشان اشيل copy اعمله ده وبدل ما اعمل copy في الحتة دي هروح على workbook 1 وعمل ctrl v وانجروب اختار ال pivot table وقال ctrl x واخد cut واروح في المكان الجديد ctrl v كده بقى عندك واحد grouped واحد ungrouped واي حاجة هتعملها هنا هتبقى independent عن الموجود هنا تعال نروح تاني على pivot table analyze ونروح على option الظريف group field اللي بيشتغل عن numerical date زي ما قبل كده واختاره المرة دي بقى مش عايز month مش هاخد month هاخد days وبعدين لما تختار days هتلاقي ال option ده كان dimmed قبل كده دلوقتي بقى active بيقول لك عايز تعمل group لكام يوم مع بعض بس انا عايز اعمل weekly فهاختار 7 ايام واقول له اوكي بص على اللي حيحصل هنا ادي 52 line يوم 52 اسبوع وبعدك weekly sales ومديك هنا من 01 01 او من 01 2018 ل 7 01 2018 وهكذا حتى نهاية السنة وبكده رغم انت بادئ بمعلومات ما فيهاش غير date ايام بس ناكن ندرس تعمل report لسيلز بتاعك بالquarter وبالشهر وبالاسبوع كمان اهلا بيك في فيديو جديد من سلسلة تحييل بيانات على الexcel pt for pivot tables لسه متكلم مع ال grouping في فيديو pt 03.2 النهاردة هنشوف ازاي نعمل grouping ل numeric values وازاي ممكن استخدمه عشان اعمل report على مستويات المبيعات او شرائح المبيعات او sales brackets كمان ممكن استخدم grouping عشان اعمل evaluation او تقييم لاداء من دومي المبيعات واحنا شغالين كمان هنبص على حاجتين زراف جدا حاجة اسمها show value as وحنبص على show value as percentage وكمان هنبص على conditional formatting لما يكون شغال مع pivot tables الاكترسايز الاول اللي عندنا هو ازاي يقدر report sales brackets وحنشوف احنا شغالين هتكون مفيدة قد ايه البيانات الموجودة مستخرجة من المبيعات السنوية لتريبلي a bike shop موجودة في اربع columns category name وproduct name والquantity والsales ويعايز ابدأ على طول اعمل pivot table هاختار اي sell جوا range وalt n v عشان اكرية ال pivot table هو عارف ال range الوحده عايز ولي يكون h6 وادوس اوكي اديله اسم ممكن استلف الاسم من هنا copy اروح على اقف على pivot table اروح على analyze ribbon على الشمال paste وenter بقى اسمه sales brackets ستعمل على section values قبل ما ابدأ اضع حاجة في rows or columns فاول حاجة هاخد sales وحاخد quantity قبل sales فبقى عندي total quantity و total sales sum of quantity right click number format هستخدم number 7 separator 0 decimal places و sales right click number format هستخدم currency عشان amount 0 decimal places ووكي طيب قبل ما اكمل واشتغل على rows في two actions يمكن اعملهم تعال ناخد quantity مرة تانية نقدر ناخد ها مرة ثانية اه طبعا وحطها في النص ما بين sum of quantity and sales سيديك sum of quantity two مفيش مشكلة right click show value as واختار percentage of total column click قال لك ان ده 388 1000 ومية في المية that's fine ممكن نغير الهيدر ده نقف على الهيدر ونروح على formula bar ونديله حاجة لها معنى زي percentage of quantity وتعالى ناخد sales كمان نحطها مرة تانية تحت خالص وهيديني sum of sales two نفس الكلام right click وروح على show value as percentage of total column 100% ونقف هنا على sum of sales ونديها اسم وليكن percentage of sales وenter فكده بقى عندي 4 value columns اجمال quantity و100% واجمال المبيعات و100% تعالى بقى نبقى نشاء الروز تفتكر هنحط ايه في الروز انا هحط sales هاخد sales وعمل لها drop في الروز ايه اللي هيحصل هلاقي ان بقى في unique value list بكل possible values اللي موجودة في التابل الاولاني موجودة هنا طبعا ده بالشكل ده مش مفيد خالص لكن once انا عملت grouping هلاقي الموضوع اختلف تماما هاختار اي cell جوه ال column بتاع ال row labels و هروح على pivot table analyze وروح على group field او right click وقاله لو سمحت عمل لي grouping هو الواحد وحيديك اختراح بعد ما يفتح لك ال grouping dialog box حيديك اصغر value موجودة as a start وهيديك اكبر value موجودة as ending point وهيقول لك 100000 كل مرة خليني انا هعمل اختراح بتاعي هبدأ من الصفر وهحط اكبر حاجة 300000 ولو سمحت عايزك تعمل لي category كل 100000 لو دوست اوكي حلاق المنظر بقى عامل كده بقى عندي من 0 100000 quantity 280 تمثل 91% لكن sales بتاعتها مليون دولار تمثل 32% الكاتيري اللي في نص صغيرة الاكتر من 300000 بتمثل quantity 21000 7% من quantity 1.800000 دولار وتمثل 60% من المبيعات اعتقد المنظر ده كده بقى مفيد مش بس كده لو خدت الكاتيجري وحطتها تحت السيلز هقدر اعرف بالضبط الكاتيجري كل كاتيجري بيقع فانه sales bracket فمن 0 100000 عندك الاكسيسوريز والكلوزين والكمبوننس وكلها ربعة بتمثل زي ما قلنا 33% وحتلاقي البايكس في اعلى كاتيجري لو حبيت كمان اعرف كل اخذ اسامي وانزل تحت خالص وحطها في حلاق عندي مالتي وقدر اعرف ان كل نوع من المنتجات بيمثل كام في المية من المبيعات وكام في المية من ال وعايز حاجة تساعدك انك تروح على طول الحاجات اللي هي هنسب كبيرة سهلة جدا اوقف على اي سال في وروح على ال وروح على اختار واختار 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 على طول ستجد لون مختلف على السيل اللي توقف عليها بس ستجد لون مربع صغير وجنبيسة دوس على السهم اختار all sales showing percentage of sales دوس عليه ستجد لك ألوان على اوبار طويل على الحاجات اللي فيها نسب عالية وبار اقصر على الحاجات اللي فيها نسب اصغر وكده تقدر عينك تروح بسرعة على المثال التاني اللي معانا هو كافية تقييم أداء مندوبي المبيعات عن السنة المالية 2018 AAA بايكشوب عندها طريقة للتقييم بتقول ان اي sales rep باع من 0 35 الف في السنة فده من 35 ل 70 فده راجل افريج واكتر من كده strong واكتر من 100 و5 الف ده راجل exceptional فتعال نشوف ازاي ممكن نستخدم الPivotTables على الديتا الموجودة وهي زي ما احنا شايفين اسامي المندوبين وال الكونت اللي باعوا اخر للسنة وال value اللي باعوا بيها هنقف جوه اي sell وندوس على shortcut بتاعنا alt and v عشان نكريت الPivotTable existing location و هختار let's say f 10 وادوس ok واددي اسم بسرعة فسمي sales rep performance وانتر نفس الكلام هاخد sales احطها في values right click number format currency عشان the amount zero decimal places خد sales تاني وحطها زي ما عملنا المرة اللي فاتت بالزبط وgroup field برضو هبدأ من الصفر لها 35 ألف وأكبر حاجة عايز اشوف الناس اللي أكبر من 100 و 5000 فهعمل هنا 105 ألف عشان أماتش الجدول اللي شفناه فوق وحدوس اوكي هيعمل لي تحت زي ما انت شايف report متقسم التقسيم بالزبط اللي موجودة فوق مش كده بس انا ممكن كمان استعير الاسامي اللي موجودة فوق فمسلا هاخد copy من pour دي وعايز اغير اسم الgroup ده بدأ من 35 عايز سميه pour فحروح على formula bar واسلكت اللي مكتوب وcontrol v وenter وحعمل كده في الباقي كده استخدمنا الاسامي بدل الارنجات اللي كات مكتوبة وفضلي اعرف مين هما sales reps فحروح على pivot table fields واختار sales reps وحطها في rows ولعمل expand لأي كاتجري من دول هعرف اسامي الناس فليكن pt for pivot tables video pt 0 3 point 3 نسينا نتكلم على grouping وانهاردة هنتكلم على grouping of text fields وفي الفيديو ده هنشوف ازاي من جوة text field اجمع مجموعة items متشابهة وحطها في category او في group واحدة وده هيساعدني انا اعمل classification لل data مكانش موجود في original data set وبالتالي اقدر اعمل في classification وبالتالي حجم الفايل بتاعك هيقل بصورة كبيرة جدا اللي معنا موجود فيه جدول هو عبارة عن المبيعات اليومية لشركة tripple a bike shop لسنة 2018 والمطلوب ان انا اعمل تقرير شهري عن المبيعات وزي ما انت شايف data فيها بس 4 columns التاريخ وال channel اللي حصل فيها البيع والريجن اللي تم فيها البيع والمبلغ بتاع المبيعات الموجود عندنا زي ما انت شايف الريجن عبارة عن 7 ولكن مطلوب مني اعمل تقرير مختصر بيقول لي بس اذا كان السيلز حصل في great cairo او ريست ويجت بس مش محتاج ابص على السبع وكمان بدل ما report اربعة channels الموجودين اريبورت اذا كان الشنل دي مطلوب اعمل summary وهو موجود في data الاصلية هو موجود في جدولين الموجودين عندنا برا وعشان اعمل كده في طريقتين هنتكلم عنهم حالا الطريقة الاولى وممكن نسميها الطريقة التقليدية هو ان انا عندي الاربعة column اصلين بتوعي بالهيدر الازرق ان انا اعمل جنبهم حاجة اسمها helper columns او اعمدة مساعدة عشان اعمل فيها التقسيمات المطلوبة ولو لاحظت هنا هتلاقي ان انا عندي حوالي 10,000 row من الديتا فبالتالي تقريبا هضاعف كمية الديتا ل10,000 row وده بيكبر حجم الفايل وزي ما انت شايف اضطلت اعمل جوا معادلات عملت معادلتين text عشان اجيب اسم الشهر واسم الير وكمان اعملت معادلتين VLOOKUP عشان اجيب الclassification اللي موجودة في 2 tables دول وحطهم في عمودين زي ما انت شايف وبعد ما خلصت رحت عملت pivot table على الديتا الجديدة ال8 columns مع بعض الديتا الاصلية وال4 helper columns الجودات الطريقة التانية وهو ده موضوع فيديو النهاردة ان انا ابني كل الـ categorization لانا محتاج ابني جوه الـ pivot table نفسه وبالتالي مش محتاج اضيف helper columns وبالتالي مش هكبر حجم الفايل ويكون الـ performance بتاعه افضل خصوصا لما يكون فايل كبير 50,000 row او اكتر عشان ابدأ على طول وانا واقف جوه data range عايز اعمل pivot table هروح على طول على keyboard shortcut alt n v هيفتح dialog box create pivot table اختار range لوحده هعلم على existing worksheet وروح على h12 وادوس او h11 وادوس او كي هيبني pivot table بتاعي عايز اديله اسم هطلع فوق على analyze ribbon وي على الشمال خالص هختار pivot table name وكتب sales report وادوس enter ابدأ ابني report بتاعي اول حاجة عايز اعمل grouping بتاع date فهاختار date من feed list وهرمي على طول في rose هيعمل لي unique list من كل dates 365 يوم لان هنا عندي 365 يوم عايز اعمل grouping هاختار a cell واروح على analyze ribbon تاني واروح على group field هاختار days مع month وادوس ok uncheck dates هتلاقي month اتكار التحت وحتلاقي عندك هنا بدل 365 option بقى عندك بس 12 شهر عايز احط sales هروح من feed list واختار sales وعمل لها drag and drop في values وحلاقي breakdown بتاع 12 شهر في sales right click number format وعلشان ده حضرتك amounts فهاختار currency و zero decimal places وحد ok كده بقى عندي grouping month شغال خلينا اعمل uncheck month واختار حاجة different خلينا نبدأ ب region زي ما موجود بالترتيب فوق انا عندي هنا 7 region وعايز اختصرهم بس الاثنين region وعملهم classification لاثنين region هاخد region احطها في rose وزي ما انت شايف كايرو جيزة مع بعض اسمهم greater kairu فهاختار جيزة مع kairu اختار اول واحدة واروح على التانية وادوس عليها واعمل right click واقول له لو سمحت اعمل group وانسي ان اعملت كده هتلاقي kairu والكس مع بعض sorry kairu جيزة مع بعض بقوا في group one والبقين كلهم كل واحدة اتعمل لها group مستقل لوحده فانا very carefully هاختار alex وهاختار معها canal delta و sinai upper right click وهقول له برضو اعمل لهم دول group تانية فحلاقي عندي هنا group one وهنا group two ومش كده بس وهلاقي عندي في pivot table field اتكاريت حاجة جديدة اسمها region 2 انا كانت بادئ ب region اللي هي موجودة هنا في column عندي هو carry level ثاني او group ثاني اسمه region 2 طبعا انا مش عايزة سميه region 2 انا عايزة سميه الاسم اللي موجود عندنا هنا في cell i2 اللي هو cairu and other مفيش مشكلة اقف عليها ctrl c وارجع 2 فحاخترها حاطتك كلها ctrl v وانتر ولو نزلت بعد كده تحت وروح تبصيت هتلاقي الgroup باسمه cairu and other بدل ما كان اسمه region 2 مش كده بس اقدر ادي اسامي كمان group 1 وgroup 2 ممكن اكتب بايدي على طول وانا مختار group 2 واليكن دي هنسميها rest of Egypt وانتر والتانية زي ما قلنا هنسميها great cairo وانتر فكده خلاص انا بقى عندي 2 groups مكنوش موجودين اصلا في الديتا القديمة اعمل uncheck وتعالي اعمل اخر خطوة وناخد channel uncheck كمان الريجن واخر خطوة وناخد channel ونحطها في rose هيدين الاربع channels بتوعي door to door مع retail اختارهم الاثنين وright click وخليهم يعملوا group واحدة وغلو دي هسميها المرة دي بدل مكان اسمها door to door وretail هسميها group واحدة واسميها direct ودوس enter والحاجات اللي فضلة مع بعض هاختارها كلها وعمل right click وقول group هيدين اسم تاني هيكون group 2 ودي المرة دي هسميها indirect ودوس enter وزي ما انت شايف نفس اللي حصل بعد المكان عندي channel وحدة بقى channel وchannel 2 نفس الكلام هروح فوق على الشمال في الانالايز ribbon وهلاقي حاجة اسمها active field وبدل channel انا طبعا واقف الوقتي على channel عايز channel 2 فهروح على indirect هنا وهلاقي هنا مكتوب channel 2 double click عليها ودي اسم تاني ولي يكون direct و underscore indirect وenter لو رجعت على حتلاقي عندك اسم channel direct و indirect بدل ما كان اسم channel 2 انا كده خلص خلصت اقدر ابني report او عملت كل grouping ممكن بس اعمل layout الاخير هعمل uncheck channel فهيبقى عندي direct و indirect وهاخد month اللي تكاريت اهوء month اللي حكنا عملناه وحطه فوقيها فهيبقى عندي الشهر وتحتي direct ولا indirect وقدر كمان اخد cairo and other وحطها في column وهيبقى عندك هنا بدي لك زكان rest of egypt ولا great cairo فبالتالي report بكل التفاصيل اللي انت عايزها اتبنى من غير مزود اي helper column او من غير مضيف اي size كبير او size زيادة للtable بتاعي السلام عليكم ورحمة وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحيين البنات على الاجسل pt for pivot table فيديو pt04 بتكلم على كيفية عمل معادلات داخل pivot table نفسه ومقسوم لقسمين الفيديو النص الاول بتكلم على معادلات الحقول او الاعمدة والنص التاني بالفيديو بتكلم على المعادلات مرتبطة بالعناصر او بالايتم اللي جوه كل field من وعشان نشوف اتكلم عنه بمثال عملي تعال نروح على excel ونبدأ نتكلم على calculated fields او معادلات داخل الحقول او داخل الاعمدة وزي ما انت شايف انا عندي هنا حوالي 69000 record انزل تحت كده 69000 record مستخرجة من daily sales او ربيعات اليومية من شركة triple a bike shop هتلاقي ان الموجودة في سبع عامدة تبدأ بالتاريخ اليومي وبعدين اسم المنتج والكاتيجري اللي في المنتج ده والكوانتي والسعر وهكذا وهكذا انقصل الى sales وقيمة discount ومطلوب ان انا احسب اول حاجة اول مطلوب عندي اهو ان انا اعمل net sales فnet sales يعني محتاج اطرح اجمالي مجمل المبيعات مطروحة منها قيمة discount عشان اوصل لصافي المبيعات وعايز اعمل ده جوه pivot table هاختار اي sales جوه data range او ال data set ودوس alt and v هيفتح لي الويندو بتاعة create pivot table هو الواحد وعرف range علشان انا ما اقف جوه sales فاختار existing worksheet وحروح على L6 ودوس اوكي هكري pivot table وزي ما تعودنا اول حديده اسم وليكن net sales وانتر فوانا واقف في اي حتة جوه ال pivot table هروح على pivot table analyze ribbon وحلاقي اول حاجة تحتها على طول حاجة اسمها calculations وهاختار منها اول حاجة فوق حاجة اسمها calculated field هي اسم مكتوب fields comma items and sets فانا هدوس على السهم اللي تحت ده واختار calculated fields هيفتح لي الbox اللي حضرك شايفو ده او ال dialogue box اللي حلاقي شايفو ده اسمه insert calculated field واول حاجة عايز يعرف مني اسم calculated field هيكون ايه او اسم العمود الجديد اللي حنشئه جوه ال pivot table هيكون ايه وانا هنا هتديله اسم net sales تاني حاجة الbox اللي تحت هي على طول بيسألك ايه هي الفورمولا ايه هي المعادلة اللي انت عايز تعملها ولو نزلت تحت هتلاقي حاجة اسمها field list هنا هتلاقي نفس fields اللي موجودة في ال pivot table field list اللي موجود هنا هوق هم هم موجودين بالزبط هنا وهما هم بالزبط اسامي الاعمدة او عنوين الاعمدة اللي موجودة في الدات الاصلية بتاعتك فعشان احسب net sales محتاج اخد sales هلاقي هنا في الليست دي حاجة اسمها sales وهدوس هنا على insert field هلاقي ايه اتكتبتلي فوق وبعين ممكن space او من غير space انا اخد space عشان انا هفنقراها وبعدين minus وبعين space تاني واقف على discount value اقدر ادبل click او ادوس insert انا هدبل click هلاقيها زهرت لي فوق فبالتالي بقيت بقوله لو سمحت خد sales واطرح منها discount value وبعدين هدوس على ok هتلاقي على طول sum of net sales زهرت لك في pivot table ولو رحت على pivot table list بتاعك هتلاقي field جديد انشئ اسمه net sales وهو هنا اختاره على طول طيب هو بس كده جاب لي total total اه لان انا مش مختار حاجة لا في rose ولا في columns لا في الصوف ولا في الاعمدة تعال كده اختار معايا اختار category وحطها في rose هيعمل لك breakdown بتاعك مفيش اي مشكلة خد تحتي كمان products مفيش اي مشاكل الدنيا ماشية معاك تمام طيب هيدي لك الايام daily sales طيب اعمل لها grouping right click وقول له group زي ما تعلمنا في الفيديو زي اللي قبل كده واختار الشهر تمام جدا انا بها لك شهور من january لحد december وbreakdown بتاعك شغال والسبت وتل شغال حط category في columns وشوف المنظر بقى عامل ازاي اختلف شكل ال report واداك معلومات صحيحة ومزبوطة ثانية فطبعا دي طريقة سهلة وefficient جدا المرة دي عايزين نحسب sales commission وده هيكون عن طريق ضرب net sales multiplication بتاع net sales في fixed value هنأخذ المثال على simple calculation حسبة بسيطة ان انا بضرب قيمة sales او net sales اللي حسبناها هنا في نسبة ثابتة ولتكون 3% عشان اطلع المرة تعال نعمل pivot table جديد المرة نرجع تاني على نفس الديتا الاصلية نختار i cell وalt n v علشان نعمل pivot table جديد وهختار existing worksheet برضو وهروح على المرة دي على t6 واقول له اوكي هكارية pivot table جديد وكالعادة اول حاجة بعملها هنا بديله اسم هروح على analyze ribbon ومن على الشمال خالص هختار pivot table name والمرة دي هسميه commission وenter وبعدين على طول زي ما عملنا المرة اللي فاتت هروح على pivot table analyze ribbon برضو ومن calculation section هروح على field items and set وادوس عليها واختار calculated fields والغريب ان انت رغم ان انا عملت pivot table جديد لكن هتلاقي net sales اللي حسنا المرة اللي فات بنجود عندك برضو في نفس fields اللي احنا شغالين عليها ولازم اول حاجة زي ما اتفقنا في insert calculated field box اول حاجة بتطلوها مني ان انا ادي اسم لل field الجديد اللي حنشئه وتعال نسميه commission و بعدين tab عشان اروح على section بتاع formula و من field list هاختار net sales و اقول insert field او double click هكتب لي اسم ال field اللي هو net sales space وبعدين علامة ال astrix علشان الضرب وبعدين space تاني والمراضي هاخضرب في نسبة ثابتة ولتكن 3% زي ما اتفقنا فحا اكتب ايديا 3 المئوية وبعدين اقول اوكي هتلاقي automatic حسب لك رقم sales commission واختره لك بشكل automatic ولو روحت على pivot table fields وانزلت تحت خلص الاخر هتلاقي حاجة اسمها commission او field جديد اسمه commission حصل لو قفت عليها و right click علشان اعمل لها number formatting هاختار numbers وعشان ده amount في طبيعي هاختار currency و zero decimal place enter او 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 اقدر عمل نفس المنظر اللي عملته في net sales اقدر اخد ال column واخد الشهور اللي انا الوقت بقديت معملها grouping بالشهور واحطها في rose بقى عندي report ل commission وتاني لو حاولت تعمل اي تغير في شكل report very flexible والارقام لو رجعتها هاختليها مظبوطة 100% المثال اللي بعد كده لو حبيت بقى اعمل مرة دي بدل ما اضرب قيمة field 1 في نسبة سابتة لا انا عايز اضرب قيمة 2 field مع بعض وليكن مثلا افترض انت ما عندكش قيمة sales هنا مش موجودة وانت عايز تعملها بنفسك علشان السرعة المرة دي هاختار pivot table كله زي ما انت شايف و ctrl c عشان اعمل copy ونروح مثلا على a a وعمل paste انا مش محتاج بقى categories دلوقتي خلينا نعمل حاجة more simple عشان نعرف نشوف ها تعالى بس ناخد الشهور و uncheck commissions دي وتعالى احنا نعمل الفيلد جديد بتاعنا ونضرب في price في quantity علشان نحسب total sales فهروح برضو على وانا واقف جوا ال pivot table هروح على pivot table analyze وحاختار من calculation field items and sets وحاختار برضو calculated field وحابدأ اكتب حاجة اسمها total sales هي محسوبة بس احنا عايزين نجرب وبعدين tap عشان اعمل المعادلة وعندك ال quantity موجودة double click على quantity space و astric space ثاني واختار price المفروض ان ده يحسب لي sales وقول اوكي بيحسب ايه ده ارقام شكلها غريب شوية رقم كبير جدا 339 مليار رقم ضخم جدا اصلا الكلام ده حصل لان النظام اللي بيشتغل بيه المختلف على النظام اللي بيشتغل بيه السل العادية هو عمل ايه هنا هو الاول عمل اجريجيشن الاول جمع جمع كل total بتاع كل quantity وجمع كل total بتاع price وبعد كده ضرب هم في بعض وبصراحة انا ما اعرفش اي طريقة تانية ممكن اغير بها الترتيب ده الطبيعي ان هو الاول يضرب price في quantity وبعد كده يجمع هنجرب كده alt equal جمع quantity كلها وجمع price كله وبعدين ضربهم في بعض عمل ده multiply by ده ولو شفت الرقم ده عمل سريع كده هتلاقي نفس الرقم ما اطلع لي في ال pivot table وطبعا ده مش مظبوط وزي ما قلتلك انا معرفش اي طريقة تانية ممكن استخدمها علشان pivot table يحسب بشكل مختلف وبالتالي الموضوع ده مش هينفع وده احد العيوب اللي موجودة في موضوع created fields وعلاجه مش هيكون الا اذا استعملت pivot table based على تباضل وعملت العملية دي باستخدام dax functions وده هيكون احد موضوعاتنا في نهاية السلسلة بتاعة pivot tables طيب اخر حاجة تعال نجرب لما اجي اعمل divide فمثال divide اللي انا هاخده المرة دي لو عايز احسب ال average price بعد discount انا عندي price بتاع كل product بس عايز اعرف بعد discount هايبقى شكل price عامل ازاي تعال ناخد copy من نفس pivet ctrl c واروح وانا واقف جوه pivot table pivot table analyze واروح على fields items and sets اختارها calculated fields هيفتح لك insert calculated field dialog box والمراضي هسميها average price و tap عشان اروح على formula وساعتها بقى هاخد net sales هسابناها قبل كده وبعدين هقسمها على quantity فهعمل على وقف على quantity و double click واقول okay هتلاقي بيحسب ودالك هنا average price تعالى برضو نعمل number formatting سريع عشان نعرف الرقم right click number format واختار number ويكون 1 decimal place كفاية وبص هنا بقى عندك متوسطات بالشهر تعالى نشيل الشهور ممكن احسن نبص بالcategory وناخد الكategory نحطها في rose فهتلاقي متوسط accessories سعره حوالي 7 جنيه والبايكس 128 جنيه تقريبا 27.5 والمتوسط العام هتلاقي مظبوط لانه اخد زي ما قلتلك اللي عمل بالزبط زي ما اتفقنا ورده لك هو الاول عمل عمل عملية الجمع الاسم وده مطلوب في احتساب ال افريج يعني احتساب ال افريج كده يعتبر صحيح لانه عمل الاول جمع لكل القيم بتاعة السيلز يعني سيلز فالي كلها اتجمعت او قيمة المبيعات اتجمعت وبعدين جمع كل الكيميات المباعة وبعدين اسم دع على ده وبالتالي الناتج اللي حصل صحيح ولكن مش هيكون صحيح في حالة الضرب يبقى انا اقدر احسب افريج اقدر اجمع واطرح اقدر اضرب في نسبة ثابتة لكن في موضوع الضرب ده لما اضرب في فيلد مش هيكون مظبوط لانه هيعمل جمع قبل عملية الضرب فحيطلع لي رقم غير صحيح ولو اي حد يعرف طريقة اخرى ان انا اغير بها الترتيب اللي بيحسب بيه ياريتي قولها لان انا فعلا اعملت عليها search وما ات هاش الجزء التاني والاخير بيتكلم على calculated items او ان انا اعمل معادلة داخل pivot table مبنية على العناصر مش على field زي ما اتفقنا العناصر يعني rows او صفوف لكن fields اللي هي columns او الاعمدة واول مثال عندنا ان انا عندي هنا المبيعات السنوية لو عملت هنا filter بسرعة عشان تبص على شكل data عملت filter سريع هنا هتلاقي هنا فيه سنتين 17 و18 وبرضو متقسم بالcategory والproduct name وعندي قيمة المبيعات وعندي الكمية المباعة والمطلوب ان انا احسب التغير او الفرق ما بين سنة 18 وهعمل ده pivot table فهاختار اي cell جوه data range او data set وادوس على alt n v علشان يفتح للدالج box المشهور بتاع كريه pivot table هو عرف data الوحده عشان هي proper data set زي ما اتكلمنا في اول فيديو خالص وهاختار existing worksheet وهروح على h6 وادوس على ok هيعمل pivot table وتعال نديله اسم بسرعة 2018 versus 2017 وادوس enter كده ادينا اسم لل pivot table وتعال نبني pivot table بسرعة اول حاجة هيخد السنين احطها في columns وحاخد sales value احطها في value وليكن ال category وهحطها في rows فكده عمل لي report سريع في مبيعات السنتين جنب بعض وال total بتاعهم طيب انا محتاج احسب الفرق مكان grand total ده فمحتاج اشيل grand total ده دلوقتي وحروح بسرعة على design وحروح على grand total وهقول on for columns only فحيشد لي grand total بتاع rose طيب دلوقتي عايز اعمل الطرح ما بين السنتين دول عشان اشوف التغير ما بين سنة 2017 وسنة 2018 انا لو عايز اعمل calculated items على السنين فلازم اختار سنة selected items هيفتحي دلوق بوكس شبه التاني مختلف حاجة بسيطة وحتلاقي واقف معلم على field اللي اسمه here وحتلاقي في items عندك two items 17 و18 طيب بتاع انا اعمل اول معادلة انا عايز سميها variance VAR tap عشان اروح على المعادلة المرادة دي مش هختار من fields هختار من items هاخد 2018 double click space واوكي هتلاقي على طول ده اضف لك في pivot table بتاعك column جديد وسماه variance وبالتالي الحزبة بتاعته مظبوطة والحزبة هتفضل مظبوطة حتى لو اضفنا اي تغيير في شكل ال pivot table طيب خلصنا عملية الطرح وطبعا ده والد بالنسبة للجمع برضو وتعال اوريك مثال على موضوع الجمع فانا مثلا وانا واقف احنا قلنا المرة فاتكن وقفين على years عشان كده لما اخترناها من هنا جاب لنا default years المرة دي هقف على اي category من دول وحروح على field items and sets واختار ها واختار calculated items هيجيب لي ال category هو default وتعال المرة دي انا هسميها total categories اختصار لcategory وحامل tab عشان اروح على formula مكان بتاع formula المرة يبقى اعمل subtract او addition جمع او طرح هعمل معادلة sum sum وحفتح close زي excel بالزبط وهاختار accessories double click وبعدين comma bikes double click comma double click double click وبعدين اقفل ال bracket اللي انا فتحته في الاول وبعدين اقول له ok هتلاقي زود لك حاجة اسمها هنا total category ولو عملت عليها check هتلاقي هي فعلا تساوي الجمع بتاع الاربع صفوف اللي قبليها بس هتلاقي ان grand total بقى duplicate لانه رجع جمع تاني total اللي هو اصلا موجود قبل كده فعمل يعني double الرقم المفروض يكون موجود هنا وبالتالي في الحالة دي لو عملت total بأداية لازم اشيل grand total وإلا شكل report همش مظبوط فهروح على design وعلى grand total ومودي بقى هقول له off rows and columns مش عايز اي grand total خالص وانا عندي grand total الخاص بيا طيب احنا كده we tested ازاي نعمل نعمل عملية جامع او طرح وستعملنا كمان sum بدل ما اعمل جامع بس ممكن كمان اعمل function بتاعة sum طيب تعال بقى نجرب الحاجة اللي بعد كده وهي ان انا ممكن اعمل اسمه او اقسم two items على بعض وليكن مثلا عايز اطلع نسبة التغير يعني انا عايز ااخد الvariance ده ال difference اللي حصل او الفرق اللي حصل واسمه على سنة الاساسة 2017 وتعال نجرب ده في pivot table جديد اكتشوري انا هاخد copy من الموجود ctrl c وحروح على p6 وcontrol v عشان اعمل paste والمرة دي برضو عايز اشتغل على calculated item وحيكون في الكاتيجري بتاع الييرز او في الفيلد بتاع الييرز او العمود بتاع الييرز فحاختار 2018 او اي واحدة من الثلاثة دول وليكن الvariance وهقف على pivot table fields items and sets calculated items لوحد وعرف ان انا اشتغل على اليير وتعال نسمي ده year over year percentage او نسبة التغير من سنة لاخرى وتعال نقرب عشان نقرب نشوف ونعمل tab ونروح على formula والمراضي منتهى البساطة هاختار الvariance ودبل click وقسمه زي ما اتفقنا على سنة الاساس اللي هي 2017 ودوس على اوكي تعال بص اللي حصل حسب هالي لوحده اختار الصف ده كل العمود ده كله وحروح على home و percent و نزود one decimal place وحتلاقي انه حسب هالك مظبوط وتمام التمام طيب ليه انا هنا بقول ان انا كان مفيد بالنسبالي ان انا اعمل total categories تعال بص لو رجعت تاني من design ورجعت اضافت grand total جيت هنا وعملت grand total وقلت لو سمحت عايزه في columns هتلاقي عمل ايه بقى هنا هنا جمع كل القيم مع بعض جمع النسب وطبعا ده مش صحيح لكن اللي حصل هنا ان هو حسب الاول الvariance عمل عملية الطرح وبعين رجع اسم الvariance ده على مجموع بتاع سنة 2017 فدلك النسبة الصحيحة اللي تمثل التغير ل total categories كلها مع بعض لكن في نفس المشكلة او مشابهة لها لكن خد بالك هي هنا معكوسة لان في المعادلات العناصر هو بيعمل العكس هو الاول بينفز المعادلة بتاعتك وبعد كده بيعمل عملية التجميع فهو شغال بعكس الطريقة ونفس الحكاية انت مفيش حل انك تعكسها الا انك تبني لما تكون طبعا فلجران total الا انك تبني المعادلة بنفسك وعايزك تبص على حاجة كده بسيطة في الفورمولا بار فوق كده انت هنا على 2017 نفس الكلام هتلاقيها موجودة هنا لكن دول انت بنيهم بأديك انت اللي عملها بأديك نفس الكلام هنا هتلاقي الصم اللي انت عملته ده اللي انت بنيته بأديك لكن هتلاقي الرقم كده هو مقدرش اغيره هتلاقي رقم مكتوب مينفعش تغير في حاجة حاجة اخيرة لو انت مش عاجبك انت معجبك انه عمل الاول عملية التجميع وبعد كده عملية الاسمة وعايز يعمل العكس لسه في اديك انك تعمل الموضوع ده بس مش هيكون غير على الكاتيجري اللي انت بخلقه بأديك وده تقدر تعمله ببساطة لو انت واقف جوه البيوت تابل وتروح على وده الكلام غلبي فاول حاجة عمل العملة وبعد كده عمل الاسمة طب بفرد انت عايز تشتغل بنفس توقيت البيوت تابل اللي هي غلط في المثال ده ولكن بس عشان اشوف ها هختار موقعه فين فانا هقول له وحدوس على هتلاقي ايه اللي حصل عمل لك عملة التجميع بعد عملة الاسمة وطبع مكان تاني وحرجع اختارها وحرجع موف لانك عايزك الاول تعمل الvariance وبعد التجميع وبعد كده عملة الاسمة وقل هيرجع يحسب ها لك بشكل صحيح وزي ما اتفقنا مالوش اي لازمة مالوش اي معنى فحيا عند وقل بكده نبقى خلصنا وشوفنا قدقي مفيد جدا ان انا اقدر احط معادلات جوه البيوت اهلا بيك في فيديو جديد من سلسلة تحبانة على الاجسل pt for pivot tables فيديو pt05 بيتكلم على خاصية قوية جدا في الجدول المحورية او البيوت tables واسمها report filter pages او كيفية انشاء صفحات متكررة من نفس الجدول المحوري او من نفس التقرير وفي خلال الفيديو حنتفرج على مثال عملي بيتكلم على نظام حسابات للعملة مبني باستخدام معادلات وباستخدام pivot tables وازاي اقدر ابني من خلال الجدول المحورية كشوف حساب العملة مش كده وبس وبدو ضغط زر واحدة بس اقدر اعمل 75 كشف حساب لكل عميل على حدة باستخدام الfeature اللي هي report filter pages واخيرا لما يجيلك بيانات جديدة ازاي اقدر اعمل تحديث لكل كشوف حسابات العملة دي بدغط زر واحدة في المسائل العملي بتاع النهاردة قلنا هنتكلم على accounts receivable او حسابات العملة وزاي ما احنا شايفين احنا هنا عاملين template جهزة علشان نعمل فيها ادخال لكل المستندات المتعلقة بحسابات العملة وكل الترانزاكشن المتعلقة بحسابات العملة تقدر تعتبرها زي استاذ مساعد بتاع العملة او استاذ فرعي بتاع العملة وزي ما انت شايف template مقسومة نصين النص اللي بالازرق اللي على الشمال ده موجود فيه fields او الاعمدة اللي هعمل فيها ادخال بشكل يدوي وهم التاريخ ونوع المستند ورقم العميل والمبلغ اللي متعلق بالمستند انا هدخله والمبلغ ده هيكون absolute يعني ما هواش لسالب ولا موجب مجرد مبلغ في المطلق ويعني النص التاني من اول الكلوم نمرة خمسة لغاية رقم تمانية هتلاقي ان انا عندي حاجات بتحسب automatic كلها معادلات formulas اول واحدة فيهم بتعمل generation لرقم مستند بطريقة اوتوماتيكية والكلوم التاني بيقدر يجيب اسم العميل استنادا على الرقم دخلته في الجزء الاولاني وكمان بيحدد اذا كان الامون ده negative او positive بناء على نوع document وبيحدد زكاة المعاملة ده بتولى credit بالنسبة لحسابات العملة طب مش كده وبس كان طبعا معتمد على مجموعة من بيانات العملة موجودة في شيت تانية اسمها customer list and document type لو رحت لها هتلاقي عندي بيانات ل75 عميل لو فتحت الفلتر هنا هتلاقي اكواد من واحد لغاية 75 ودي اكواد العملة والكلوم التاني موجود في اسم العملة وبعد كده حبت بيانات متعلقة بالعملة وكمان عندي اربع انواع من المستندات وما استخدم اي حاجة غير هم وهم الفاتورة او الانفويس والكريدت نوت والشيكات او الدافع عن طريق الكاش وتعال نجرب نعمل ادخال لمستند واحد في التمبلت اللي احنا عملناه فتعال نبدأ بالdate document type نفس الكلام لو حاولت اكتب اي حاجة حروف مثلا حيمنعني لو حاولت اكتب ارقام برضو حيمنعني لكن انا اقدر اختار من القائمة اللي موجودة لو دوست على السهم هلا يجب اربع options الموجودين في شهة الاوانية وكمان ممكن اكتب بأدية لكن نختار مثلا invoice و customer number نفس الكلام في سهم هنا لو فتحت هديني قائمة ب75 عميل اختار مثلا مش هيقبلها لازم ادخل مبلغ وليكن 10,000 و enter بص بقى النص التاني اول حاجة document number او رقم المستند انشئ تلقائيا في نوع المستند invoice واول مستند عندي امرأ واحد وبعد كده 2019 دي السنة اللي انا فيها وكمان جاب لي من اللستة اللي موجودة عن طريق فيلوكوب بسيطة لان دي فطورة وبالتالي المبلغ ده debit او transaction دي دي مش credit طب بدل ما اكمل بشكل يدوي انا قرأي جهزت حبة بيانات موجودة في شيء تاني اسمها documents فخليني الاول امسح المثال اللي عملنا بأدينا بس قبل ما اجيب transactions انا مجهزها خليني اول حاجة احاول range ده بنيت عليه pivot table حيبقى اسهل بكتير عشان احاول اي range لجدول اختار اي cell جوه الرانج واستعمل keyboard shortcut اللي اسمه ctrl t واول ما حدوس عليه حيفتح لي على طول ال diyalog box اللي بيستخدم لانشاء الجداول وحيسألني اذا كان عندك هيدرز في البداية هو طبعا اتعرف على range automatic لانا واقف جوه cell جوه range وطبعا انا عندي هيدرز في الاول فحادوس على ok هيفتح لي table design وعايز اديله اسم وليكن الاسم ده ar underscore subledger وenter كده بقى عندي جدول جاهز والمعادلات جاهزة وديتها فاليديشن جواها جاهزة هروح على documents عندي بيانات لشهر مايو وشهر جون هبدأ بشهر مايو هختار اي self range بتاع شهر مايو وهعمل ctrl a عشان يختار range كله وcontrol c عشان اعمل copy واروح على ar subledger واختار اول صف موجود في الجدول الجديد اللي انا عملته بس بدل ما اعمل ctrl v انا عايز احافظ على المعادلات الموجود هنا والمعادلات وكل حاجة فهختار من home menu وحتلاقي كمان الجدول حصله تمدد لغاية حوالي الف line لان انا اعمل copy حوالي الف document او الف transaction وحتلاقي كل المعادلات حصل لها copying down وممكن دلوقتي انا جاهز عشان ابدأ ابني كشف حسابات العمل اول خطوة في بناء كشف حسابات العمل عايز ابني pivot table او جدول محوري عشان shortcut alt n v هيفتح لي dialog box بتاع انشاء الجداول المحورية او create pivot table وهو الواحد عشان انا واقف جوا ال table عارف ان انا اشتغل على ar sub ledger وانا هاختار new worksheet زي default وحدوس على ok هتلاقي انشأ sheet جديدة عشان وعمل فيها pivot table ودي ها اسم وليكن customer statement وانتر كمان اقدر استرف الاسم من هنا double click وcontrol c واروح على pivot table design ودي اسم من pivot table ctrl v وانتر ودلوقتي جاهز علشان ابني كشف حساب العمل اول حاجة هابدأ بيها ان انا هاخد customer number او رقم العميل وهحط في filter الحاجة التانية هاخد amount وحط في values هاتدي لك total بتاع كل transactions هقف عليها وعمل right click وقل number format وعشان دي amounts او مبالغ مالية فانا هاختار على طول currency وادوس على ok بعد كده عايز اقرر اذا كان amount ده debit ولا credit فحلاقي عندي هنا field الاسمه debit وcredit هدرجو وحطو في columns فحاديني اد كذا credit ود كذا debit وده نحية الشمال فبقى عندي debit على الشمال وcredit على اليمين بعد كده هاخد التواريخ او dates وحطها في rose اللي بعد كده هاخد document type وحطو بعد روز واخر حاجة هاخد document number وحطو اخر حاجة تحت خالص كده بقى عندي حاجة شوية شبه كشف حساب العملة بس محتاج اضبط layout شوية فهاختار اي sell جو واروح على design ribbon ومن report layout هاختار show intabler form فكده عمالي اعمدة منفصلة كل تصنيف من التصنيفات الموجودة في الروز دلوقتي عندي حبة subtotals ملهاش لازمة او انا ممكن استغنى عنها يعني مثلا document type اول حاجة فيها cache هتلاقي total cache انا مش عايز total cache بس هقف عليها واعمل right click واعمل uncheck subtotal document type غالبا بنبدأ بالفواتير الاول فهاخد الفاتورة من هنا ال invoice دي واعمل لها drag up لغاية فوق خالص فكده بقى عندك الفواتير بعد كده create notes بعد كده cache وبعد كده الشيكات اعتقد ده شكل قريب جدا من كشف حسابات العملة بس ده الكل العملة مع بعض مفيش مشكلة انا عندي هنا في الفلتر اقدر ادوس على السهم ده هيفتح لي drop down menu او القيمة بتاعة 75 عميل اقدر اختار اي واحد فيهم وليكن رقم 2 مثلا وادوس اوكي هيعمل لي كشف حساب بس لعميل رقم 2 لكن ده مش هو بالضبط انا عايز استخدم خاصية جديدة وجميلة جدا موجودة في ال pivot tables فهرجع تاني واختار all وادوس عليها وبعد كده هروح على نفس ال pivot table واختار اي cell واروح على pivot table analyze واروح على الشمال خالص فوق هتلاقي حاجة اسمها options هلاقي جنبها سهم لو دوست على السهم ده فيه ثلاثة اختيارات اول واحدة options تاني واحدة show report filter pages وده بالضبط اللي انا محتاجه هدوس عليها هيفتح لي dialog box صغير ويسألني which field خد بالك المرة دي عندي field واحد بس فهو اللي انا هعمل عليه ال action بتاعي وعايزك تركز لما دوس على اوكي ايه اللي هيحصل هدوس هنا في الفلاتر وكل حساب مستقل بذاته لعميل من العمل كده ال excel خلص بص معايا ادي العميل رقم واحد وقادي كشف الحساب بتاعه الشيط اللي وراها عميل رقم اثنين الشيط اللي بعد كده عميل رقم ثلاثة وهكذا حتى نهاية ال 75 عميل فاضل شوية روتوش عايز اعملها علشان كشف حساب عميل بتاعي يبقى جاهز وعايز اعمل الاكشن ده على ال 75 شيط مع بعض ازاي ممكن اعمله هقف على اي شيط من ال 75 واعمل right click وقاله select all sheets بس انا مش محتاج اول ثلاثة فهدوس على control واعمل select او unselect للثلاثة الاولانيين وبعد كده اممكن اطلع فوق وابدأ اشتغل اول حاجة عايز اعملها عايز اوسع شوية ال column A او العمود رقم A علشان يبان التواريخ فهقف على العمود فوق من على يمين واعمل double click الاكشن ده عشان انا مختار ال 75 شيط هيشتغل على 75 شيط مع بعض الحاجة التانية عايز اظهر رقم العميل مفيش مشكلة هقف على sell c واعمل vlookup سريع عشان اجيب من customer list اسم العميل اللي رقم موجود في sell اللي اسمها بواحد فهقف على c واحد وادوس على equal واكتب vl عشان تظهر لي vlookup واعمل tab هيفتح لي على طول اول حاجة عايزها الlookup value هدور على ايه بالزبط فهختار b1 ده الlookup value بتاعتي وبعد كده كما بعد كده عايز اروح على customer list and document type هختار ها وهلاقي الdatabase بتاعتي كلها هنا بتاعة ال75 عميل هختار الdatabase بالكامل هي دي الtable او الاراي بتاعتي وهيسألني column index عايز العمود رقم كام يرجع لك value الموجودة جواه فهنا عايز العمود رقم 2 اللي في customer name فهكتب 2 انا عايز exact match فهختار false double click على false واقفل الاقواز بتاعتي وادوس على enter دلوقتي بقى عندي زي ما انت شايف اسم العميل موجود جنب رقم العميل فعندي هنا customer number وعندي هنا customer name لو انت عايز تعملها بطريقة اشيك شوية ممكن ترحل دي واحدة بس اختارها واعمل drag right هيعمل نفس الاكشن ده في ال75 وهنا اكتب حاجة زي customer name اخر حاجة عايز اخد نفس formatting اللي موجود في ال pivot table بسيطة هقف على b1 واروح على home واروح على الفرشة اللي موجودة على الشمال خالص دي واختارها وبعدين اختار c و d1 مع بعض هتلاقي عمل copy للformatting اختار اي شيط غير ال75 واروح واروح تاني على شيط نمرة واحد هتلاقي Egyptian trade ورقمها نمرة واحد ودي كشف الحساب روح على نمرة اتنين هتلاقي اسمها united for distribution وهتلاقي ده رقمها اتنين واده كل transactions والdebit والcredit والbalance وكل حاجة طيب افرد بقى جات لي بيانات جديدة بتاعت شهر 6 وبقى تعمل ادخال في الـ هعمل ايه في ال75 شيت اللي انا انشأتهم في نهاية شهر 5 مفيش مشكلة خالص تعال نجرب هناخد نروح على documents تاني وزي ما قلتلك انا مجاهز بيانات لشهر 5 وشهر 6 هقف على اي سل في مجموعة بتاعت شهر 6 وcontrol اي عشان اخترهم كلهم وعمل control c عشان اكوبي وروح على ar وروح على اول صف فاضي من الhome نروح على paste ونروح على paste values علشان يحافظ على data validation زي ما انت شايف الالف transaction بتوع شهر 6 هصل لهم copy وكل المعادلات هصل لها تكرار او هصل لها copy تحت كده انا جاهز هروح على sheet 1 هقف على اي sell اعمل right click وحلاقي زرار اسمه refresh او من keyboard alt و5 هيعمل refresh للشيط اللي انا واقف عليها كده لقيت بيانات شهر 6 included معايا في الستيتمنت الجديد مش كده بس لو رحت كمان على customer 2 الاسم you right for distribution هتلاقي برضو شهر 6 موجود customer number 3 نفس الكلام وهكذا حتى نهاية 75 customer السلام عليكم امراكاتو اهلا بيك في فيديو جديد من سلسلة تحيل البنات على الال excel pt for pivot table الفيديو ده pt 0 6 point 1 وبتكلم على option كويس جدا في ال pivot tables اسمه generate get pivot data وبالعربي معناه معادلة الحصول على بيانات الجدول المحوري الفيديو ده ممكن يكون اضافة لفيديو pt 0 4 واللي كان بتكلم على ازاي اعمل معادلات داخل الجدول المحوري نفسه لكن المرة دي هنتكلم على كيفية عمل معادلات خارج ال pivot table ولكن بستخدم data من داخل ال pivot table نفسه وخلال الفيديو ده هنبص على حاجة اسمها تفعيل معادلة get pivot او الحصول على البيانات كمان هنشوف ايلي بيحصل لما نعمل copy او نسخ للمعادلة دي والحاجة الاخيرة لو عملنا تغيير في lay out او اخرجة من records الخاصة بتريبل اي bike shop ودي عبارة عن المبيعات اليومية وجاية في سبع عواميد الاول بيتكلم على date او التاريخ وبعد كده اسم المنتج واسم ال category بعد كده الكيميات المباعة وقيمة البيع ودسكاونت على كل transaction وصافي المبيعات وبناء عن المعلومات دي انا عملت summary عن طريق pivot المبيعات والكميات المباعة حسب كل category وفي النهاية في grand total او اجمالي عام للكميات ولي القيم البيع طيب اللي انا طلبه وبعد كده او مطلوب بني بعد كده ان انا احسب متوسط السعر لكل category من الاربعة categories الموجودين وعلشان اعمل كده انا بنيت جدول صغير في اسامي categories وخانة فاضية او عمود فاضي عشان ابدأ احسب فيه وعشان ببساطة اقدر احسب المتوسط البيع لكل category فهاختار R5 وهدوس على equal واروح اختار L5 اللي فيها اول قيمة لقيم المبيعات واستخدم على واروح على K5 عشان الQuantity وادوس انتر وببساطة هيحسب لي المتوسط ولو اخدت copy down هتلاقي الموضوع ماشي بسلاسة وبيحسب لي متوسط كل category متوسط سعر البيع داخل كل category طفين المشكلة المشكلة لو حبيت اغير اللي out بتاع البيوت table ده فوانا واقف جوه البيوت table تعال حاول نغير حاجة هاخد product name وانزل به تحت في الروز فهيبقى عندي category وبعدين متقسم على كل اسم من اسم المنتجات طبعا المعادلة هنا بقيتش موظبوطة خالص الا لأول صف بس طبع عشان ابدأ الاقي حل للمشكلة اللي احنا شفناها دي تعال اول حاجة نشيل تاني product name ونسيب report زي ما في الاول ونعمل دريت المعادلات دي طالما مش شغالة معنا كويس وكمان هعمل هنا لاني الابشن اللي هتكلم عنه النهاردة فحقف على pivot table واروح على pivot table analyze وحاجي من على options من السهم اللي جنبيها وادوس عليه واختار حاجة اسمها generate get pivot data دلوقتي انا جاهز عايز اول حاجة بس اجرب ان انا اجيب معلومة الquantity احطها برا في p5 يعني bikes quantity اللي هنا في k5 عايز اجيبها هنا زي ما انت شايف اهو equal formula bar وحروح اسيلكت k5 هتلاقي هنا معادلة اتخلقت اسمها get pivot data وحلاقي جوه مكتوب شوية حاجات غريبة هنتكلم معانها دلوقتي على طول اول ما حدوس enter حلاقي الرقم فعلا راح من هنا اتنقل هنا ولو عملت copy للأسف حلاقي الرقم بيتكرر ومتحرك معايا وده اللي احنا هنشوفه حالا ازاي ممكن نحل المشكلة دي طيب عشان احل المشكلة دي تعال نعمل undo سريع ونقف على اول واحدة وتعال نبص على المعادلة من جوه formula bar ونشوف مكتوبة ازاي لو انا اخترت المعادلة هنا حلاقي كده زي هنا assistance او مساعدة جايلك ازاي تستخدم المعادلة فاول حاجة ادي اسم المعادلة اول parameter مطلوب او اول argument مطلوب جوه اسمه data field لو دوست عليه اللي هو sum of quantity اللي هو الهيدر او العنوان بتاع اول column في ال pivot table اللي انا فعلا كنت مختاره والحاجة التانية عايز اسم ال pivot table لو دوست عليه هو فعلا عايز اسم pivot table او عايز حاجة تديله معلومة pivot table وهو default بتاعه بياخد اول cell فوق على الشمال في pivot table لكن اللي بعد كده موجودين between square bracket او جوه قوس مربع اللي انت شايفو ده برا عن field و item وfield زي ما احنا عارفين هو عنوان column بس عنوان column اللي موجود في الديتا الاصلية فبالتالي لو دست على field one هو كاتب لك category لو دست على item one هتليه كاتب لك bikes معنى كده ان انت لو عملت copy طالما ده مكتوب باليد او مكتوب hard coded كده ما هوش بشاور على اي cell تانية فكل ما هتعمل copy كل الكام ده مش هيتغير وبالتالي الرقم مش هيتغير طب الحال الوحيد ايه ان انا اخد حاجة من الحاجات دي وخليها تشاور على cell من السيلز اللي بتتغير وانا بعمل copy وبالتالي يغير معي الارقام في الحال اللي احنا فيها دي انا عايز الكاتيجري او field one ده عايز يفضل كاتيجري فمش هي جنبه لكن item one انا عايز ويتغير وبالتالي لو اخترته بدل انا مختار كده بايكس دي اقف على oh five هو هيفهم ان انا عايز بايكس في الحتة دي وتعال نحط قبليها dollar sign عشان لما نعمل copy العمود ما يتغير وندوس enter شغال معاك هي تمام وجاب لك الرقم اللي قدام بايكس لو عملت copy تحت ايه اللي جواها component وبالتالي هو فهم ان انا عايز ال item اللي بعده اللي موجود اسمه في oh six ولو اخدت copy لغاية الاخر هتفضل شغالة معاك وتعال كده نجرب بقى المشكلة الاصلية اللي كنا بنحاول نحل لها ان انا لو غيرت في ال pivot table نفسه فلو اخدت product name ده وحطيته تحت category وشفت كده السمري بتاع يتغير ومع ذلك الدنيا عندك ما تغيرتش هنا انت لسه باصس بشكل مظبوط على ال بايك وال components وال accessories لحد الاخر ولكن اذا خدت copy تحت ل grand total هتحصل مشكلة ومش هيفهم انت عايز ايه بالزبط وده ببساطة لو رجعنا تاني للمعادلة فوق واخترتها ودست على item 1 زي ما قلنا هو كده متوقع ان يكون فيه item اسمه grand total وده مش حقيقي الفيلد اللي اسمه category ما عندوش item اسمه grand total وانا عشان عايز الاجماري العام للquantity فانا مش محتاج اصلا ان انا اسم اسم category وزي ما قلنا ان ده طالما بين او ما بين اتنين قوس مربع فده parameter اختياري او ممكن مزودوش فببساطة هختاره وهعمل delete او backspace وادوس enter هتلاقي جاب لك الاجمال العام بشكل مظبوط وبالتالي اقدر اخد الكلام ده copyright علشان احسب ال net sales وبعد كده average price او متوسط سعر لكل category لو خد copy اليمين هتلاقي انه هدلك نفس الرقم وده ليه ارجع تاني بص على المعادلة لانه هو مازال كلمة sum of quantity مكتوبة عايز يبص على sum of net sales بسيطة ممكن اكتبها ب ed هختار كلمة quantity d واكتب مكانها net sales وادوس enter فعلا جاب لك net sales وهعمل copy لغاية الاخر واخر واحدة زي ما اتفقنا بتاعت grand total لازم اشيل منها ال category اسم field واسم item لانه ده الاجمالي العام مش محتاج فيه الكلام ده هعمل backspace وenter بقى عندك كده قدرت اعمل reference بشكل مزبوط واقدر بعد كده اقسم net sales على quantity وادوس enter وcopy لغاية الاخر هتشتغل معاك كويس ومهما غيرت في شكل pivot table مش هيفرق معاك خالص حاول تاخد تاني product name برا حط مثلا مكانها dates هتلاقي الشهور هتطلق تحت هنا ومع ذلك table بتاعك مازال اكرة والدنيا ماشية بشكل كويس السلام عليكم ورحمة وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحليل بيانات على الexcel pt for pivot tables او وظيفة مهمة جدا في pivot tables اسمها show value as او بالعربي اظهار القيمة k الفيتشر دي هتساعدك انك تظهر القيم داخل ال pivot table على شكل معادلة او حسبة معينة زي الاجمالي الجاري او الاجمالي حتى تاريخه او كمان ممكن تظهر القيم كنسبة من المجموع العام او من مجموع صف او عمود معين واشياء اخرى حنشوفها خلال الفيديو في المثال اللي عمل معنا النهاردة معنا المبيعات اليومية من شركة tripple a bike shop لسه 2018 وزي ما انت شايف جاية في خمس عمدة العمود الاول في التاريخ وبعد كده اسم المنتج بعد كده اسم الكاتيجري والكمية المباعة واخر حاجة صافي قيمة المبيعات وزي ما انت شايف دول حوالي 69000 وعلشان نبدأ نشتغل انا جهست بعض البيوت تابل عشان نبدأ بيها كstarting point اول واحدة فيهم هي كيفية اظهار الراننج توتل او الاجمالي حتى تاريخه فحنروح على شيت اسمها راننج توتل حنلاقي في بيوت تابل صغير عبارة عن ملخص او سمري للمبيعات الشهرية لسنة 2018 موجود عندي عمودين بس واحد فيه شهور والتاني قيمة المبيعات اوصاف المبيعات لكل شهر والمطلوب في البيوت تابل ده ان انا اظهر المبيعات حتى تاريخه في نفس البيوت تابل وعشان اعمل كده هروح على البيوت تابل واختار النيت سيلز ممكن اعمل رايت كليك عشان اعمل number formatting بسرعة دلوقتي بقى عندي في المنطقة بتاعة القيم عندي عمودين identical فيهم نفس حاجات بالزبط وهي المبيعات الشهرية وعايز واحد فيهم يظهر الاجمالي حتى تاريخه او من بداية الفترة حتى تاريخه او بيسموه الاجمالي الجاري كل انا محتاج اعمله اختار العمود الجديد اي سيل جو العمود الجديد واقف عليها واعمل right click وروح على حاجة اسمها show value as واختار حاجة اسمها running total in اول ما اختارها او حدوس عليها هيفتح لي dialog بوكس بيسألني في عايز تعمل running total based على field طبعا field يعني عمود عايز تعمله based على المحيد لان pivot table ده مفي غير بس الشهور فما ما عنديش option غير اقول اول ما حدوس على او كي هتلاقي العمود ده تحول الى running total او الاجمالي حتى تاريخه او الاجمالي الجاري ولو حبيت تست لو اخترت من january لحد march وبصيت تحت هنا على total اللي بيزهر تحت بشكل تلقائي هتلاقي مليون 47 لو رحت على العمود الجديد بتاعنا وبصيت قدام شهر مارس هتلاقي المليون 47 وهكذا حتى نهاية الجدول بتاعنا مش كده بس لو انا حبيت اظهر كمان العمود ده في شكل نسبة اقدر اعمل كده بمتها البساطة وعشان اعمل كده هاختاره مرة كمان وحطه تحت في اخر حاجة تحت وحقف على العمود الجديد اللي عمل واروح على المرة دي برسنتج رانيج توتل ان اول ما هاختار هيفتح لي نفس الديالوج بوكس محتاجة غير حاجة في الفيلد هدوس اوكي هتلاقي ظاهرة عندك كنسب والنسب دي بتقول لك ان شهر يناير بيمثل 8.4 من 10% من اجمال المبيعات اللي هي 4.2.000 فبريوري هتلاقي 16% ده معناه ان شهر يناير وفبراير مع بعض يمثل 16% يناير وفبراير ومارس مع بعض التلاتة مع بعض بيمثلوا 24.6 من 10% وهكذا لحد ما توصل الـ 100% في شهر ديسمبر تعال نشوف الفيتشر اللي بعد كده وهي اظهار القيمة لان فيها options كتيرة هنروح هشيت اللي بعد كده اسمها percentage of وحنلاقي ان انا عامل برضو pivot table لصافي المبيعات الشهرية بس المرة دي حاطت في العمود او في القرم حاطت الـ categories فعندي الـ bikes والcomponents والأكسيسوريز وعندي grand total في نهاية كل صف وعندي grand total في نهاية كل عمود او عندي اجمالي عام وعشان نبص على كيفية اظهار القيم دي كنسبة من الاجمالي العام كل انا محتاج اعمله ان انا اختار الـ pivot table كله ودوس ctrl c عشان اعمل copy و ctrl v عشان اعمل paste وحاجي هنا اختار اي سل جوة المنطقة بتاعت الـ values او القيم واعمل عليها right click واروح على show value as المرة دي اقوله as percentage of grand total اول ما هختارها هلاقي الجدوى اللي تحول كله الى النسب ولو خدت بالك هتلاقي المية في المية موجودة في الاجمالي العام اللي هو التقاطع ما بين الجران total بتاعت الصفوف والجران total بتاعت العواميد وعشان اقرأ المعلومات الموجودة هنا هي بزبط بتقولك ان الاجمالي العام بتاع الاجمالي يمثل حوالي 78% من المية في المية بتاعت الاجمالي العام الcomponents حوالي الاجمالي العام فبراير يمثل 7.6% وهمت لحد الاخر ولو اخترت اي سل جوه ال values اللي هي ما هياش في الجران total لفوق ولا تحت لو اخترت مثلا شهر مارس هتلاقيه بيمثل حوالي 6.65% من الاجمالي العام بتاع كل الشهور لكل المنتجات طيب افرد انا حبيت اظهر القيم دي كنسبة من اجمالي العمود نفسه بمعنى ايه بمعنى انا عايز اشوف بالنسبة للبايكس شهر يناير يمثل كام من اجمالي البيكس ازاي ممكن اعمل كده اعتقد برضو بسيطة خالص هاخد copy من الجدول ده ctrl c واروح على يمين واعمل ctrl v واروح برضو على اي سل جوه المنطقة بتاعت ال values واعمل عليها right click واروح على show value as بس المرة دي اقوله as percentage of column total لو اخترتها هتلاقي ان العواميد اللي تحت تحول الى كله 100% وبالتالي هنا يختلف عن الجدول التاني هتلاقي جانيوري يمثل 8.4 من 10% من اجمالي البايكس في السنة كلها لو خدت مثلا الاجمالي العام هتلاقي فبراير كل المنتجات مع بعض في مبيعاتها في شهر فبراير تمثل 7.5% من الاجمالي العام وهكذا طب افرض عايز اعمل العكس يعني انا عايز اشوف جوة شهر يناير نفسه البايكس تمثل كام في المية مبيعات شهر يناير الموضوع بسيط right click show value as هروح المرة دي على percentage of row total هتلاقي الموضوع تحول ان المية في المية بقت في اجمالي الصفوف مش اجمالي العام وبالتالي حلاء ان شهر يناير في البايكس يمثل 78% من الاجمال بتاع شهر يناير وهكذا لبقية الجدول مش كده وبس تعال ناخد copy كمان ونروح على الحتة اللي بعد كده ونعمل paste وهنا اقدر انا اختار عايز النسبة اللي هتظهري النسبة من ايه تحديدا فهعمل right click وقوله show value as percentage of حيسألك based على انه عمود اللي هو field فانا بالنسبة لي عايز المنت زي ما احنا وbased على انه item فخلينا مثلا نختار based على item اللي اسم january ولو دوست اوكي حلاقي الجدول تحول بالشكل انت شايفه ان يناير بقى هو 100% من اول الصف الحد اخره وان فبراير بقى نسبة من يناير 90% تقريبا march كمان بقى نسبة من يناير 101% وهكذا الحد الاخر وهكذا بالنسبة للصف بالكامل حد نهايته طب افرد انا عايز اخد نسبة لكل شهر من الشهر اللي قبله بسيطة برضو right click هختار نفس feature show value as percentage of بس بدل مختار في item يناير هختار previous وقوله اوكي هتلاقي دلوقتي ان فبراير نسبة من يناير بس march بقى نسبة من فبراير وابريل بقى نسبة من march وهكذا لحد نهاية الجدول بالنسبة للصف بالكامل الحاجة اللي بعد كده هنشوفها ازاي اقدر اظهر القيم داخل ال pivot table كنسبة من الاصل او من ال parent فانا قريد اجي هست pivot table برضو في المبيعات السنوية بتاعة triple a bike shop وحتلاقي برضو الاجمال العام عندنا زي ما هو ال 4,000 او 4,000 مليون ومتين وحتلاقي متقسم المراضي الاول categories وتحت كل category ايه اسماء المنتجات والمبيعات بتاعتها لكل category فمثلا ال bikes مبايع بتاعتها مليون و300,000 وتحتي الكارجو بايكس والمونتن بايكس وهكذا وطبعا لو جمعتهم هتلاقي بيديك الاجمال الموجود في ال bikes فانا عايز اشوف الكارجو بايكس تمثل اد ايه من ال bikes طب اعمل ايه بسيطة تعال ناخد copy من القصة دي كلها ونعمل ctrl c ونعمل ctrl v في الحتة هنا ونجي نقف على اي cell جوه ال values واعمل right click show value as percent of parent row total اول ما حدوس اوكي هتلاقي ان ال bikes بقت 77.98 او 78 من الاجمال العام اللي 100% ليه لان الاصل بتاع bikes ال parent ال up بتاعها هو مين هو grand total فبالتالي 77% هنا 4% هنا 6% لو جمعتهم هتديك 100% بتاع grand total لكن بالنسبة لإسم المنتجات ال up او الاصل او ال parent هو ال bikes هي نفسها يعني cargo bikes el parent بتاعها هو bikes فهتلاقي cargo bikes بتمثل 36.5% من ال bikes ولو جمعت النسب اللي موجودة في الكاتيجوري كله ونزلت بسيط عليها تحت هنا هتلاقي بتمثل 100% مظبوط وهكذا بالنسبة لبقية المنتجات لو جمعت المنتجات بتاع components هتلاقي بتمثل 100% من الإجمال بتاع components الحاجة اللي بعد كده عايزين نتكلم على كيفية إظهار القيمة داخل ال pivot table كفرق من حاجة معينة والفرق ده ممكن يكون عبارة عن نسبة او قيمة مطلقة انا عندي هنا برضو pivot table في المبيعات الشهرية لتريبل اي بايك شوب فخليني اخد copy كمان من ال net sales وحطها في ال values واقف عليها واعمل right click بسرعة واعمل number formatting دلوقتي بقى عندي two columns او عمودين identical بالزبط زي بعض بالزبط واحد فيهم في ال net sales انا عايز التاني يظهر الفرق بتاع ال net sales بتاع كل شهر عن الشهر بتاع شهر يناير يعني منه القيمة بتاع شهر يناير بسيطة right click show value as difference from هيفتح لك نفسه وحيسألك based على انه field ما عنديش غير month فاقطار month وعايز اقوله لو سمحت احسب لي الفرق من شهر يناير في كل القيم اللي موجودة هنا هادوس اوكي هايقول لك والله فبراير اقل من يناير بـ 32000 لكن مارس حتى النهاية تعالى نجرب ناخد copy كمان ونحطها هنا ونعمل عملية مشابهة right click ونمبر format بسرعة right click تاني وتعالى نقوله show value as المرة دي difference from برضو هستخدم based على month بس المرة بدل ما اقوله فبراير او يناير هقوله based على ال item اللي هو لو دوست عليها هيدينك فرق كل شهر عن اللي قبله ففبراير يقل عن يناير بتانين وثلاثين الف لكن مارس يزيد عن فبراير بتانين وثلاثين الف وهكذا حتى نهاية الجدول مش كده وبس بدل ما اظهره كقيمة مطلقة ممكن اظهره كمان كنسبة فممكن اعمل هنا right click وقوله show value as percentage difference from وهختار يناير لأول واحدة واكي وهنا هاعف عليها right click show value as percentage difference from ونفس الكلام هختار previous عشان ابقى consistent ويدى لك الفرق مرة كقيمة ويداهول لك مرة كنسبة اخر حاجة هنشوفها النهاردة هو ازاي اظهر القيمة داخل pivot table كترتيب وانا هنا جهزت pivot table يحتوي على المبيعات السنوية لنفس ال data set بس المرة دي build product فعندي هنا 25 product موجودين في الليستة هنا وهنا عندي قيمة net sales بتاعة كل منتج وعملت كمان copy على طول علشان نشتغل عليه directly المرة دي هقف عليه وعمل right click وقوله show value as المرة دي هقوله as rank بس عندي two options ياما smallest to largest يعني من الصغير للكبير او من الكبير للصغير خليني وحيسألني based على anhofield ما عنديش product name فحقول له ok وهتلاقي مثلا هنا رقم واحد هو اعلى مبيعات اللي هي مليون ومتين موجودة في cargo bikes ورقم اثنين mountain bikes مليون ومية وهكذا السلام عليكم ورحمة وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحليل بقيت على الexcel pt for pivot table فيديو pt07 بتكلم على سبع حاجات لازم تعرفها عشان تشتغل على الexcel pvt tables بشكل احترافي الموضوع الاول هو ازاي تتحرك باحتراف جوه pvt table وهنشوف اربع حاجات زي مثلا ازاي ازاي اعمل filtration او اعمل sorting اعمل تصفية او فرز ازاي اعمل بحس جوه قائمة الحقول الجزء التاني او الموضوعات التانية تتكلم على ازاي اشتغل باحترافية على الشكل والتخطيط بتاع pvt table وفيها ثلاث حاجات ازاي اعمل ضبط تلقائي لعرض الاعمدة او autofit column width حاجات تانية ازاي 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 اخفي المسميات او الموجودة في الاعمدة والصفوف في pvt table وكمان ازاي اعمل نمط خاص لي او شكل خاص بدل الاشكال اللي بيديهاني لاكسل سابقة التجهيز اعمل شكل خاص بيا واشتغل بي جو pvt table وكما جرت العادة في الفترة الاخيرة شغالين على المبيعات اليومية لشركة triple a bike shop ووجودة في سبع اعمدة تتضمن date او التاريخ واسم المنتج واسم الكاتيجري والكميات وقيم البيع كمان هتلاقي انا مجهز سبع شيت وكل شيت هنتكلم فيه عن واحدة من السبع خصائص اللي عايزين نعرفهم النهاردة اول واحدة اسمها double click هروح على شيت double click حاليا انا انا مجهز pivot table بيتكلم على ملخص المبيعات الربع سنوية بالcategory وبالproduct name يعني عندي هنا اسم المنتج والمطلوب في اول خاصية اشوف لو انا الفرامل باعت كان في الربع الرابع حقيقها مثلا باعت حوالي 6000 دولار وطيب لو انا عايز اعرف تحليل او break down ل6000 دول دول كل المطلوب مني اعمل وانا اقف على السل دي واعمل double click شوف اللي حصل حقيق انتك شيت جديد او انشأ شيت جديدة وجواها table جديد خالص والtable ده ما فيهوش غير اجمالي المجموع اللي انا كنت باصس عليه يعني لو قفت تحت كده وعملت total للتابل ده حقيق ده الرقم 6300 دولار اللي كنت شايفه في البيوت table وهلاقي هنا ما فيش منتغ غير الbreak يعني افتح الفلتر ده كله break كله components ولكن عندك المبيعات اليومية تواريخ بتاعة التلت شهور الرابع الرابع اللي هو اكتوبر ونوفمبر وديسمبر وهتلاقي عندك هنا الكميات المباعة وحتلاقي كمان وحتلاقي صافي قيمة البيع وبالطريقة دي اقدر اعمل تحليل او break down لرقم معين جوه البيوت table الحاجة التانية هتكلم عليها هي وطبعا يبدو موضوع بسيط لكن محتاجش التركيز لان فيه تفاصيل كتير فمسلا اول حاجة هتكلم عنها single filter طب يعني ايه single filter تعال نشوف كده انا طبعا اما بعمل pivot table بيطلع لي هنا السهم الصغير ده لو دست عليه هيفتح لي filter options وطبعا هلاقي ابسط حاجة الناس كلها عارفاها هو الليست اللي موجودة بكل الحاجات اللي عندي في report واقدر ان انا اعمل مثلا unselect all واختار مثلا اول اتنين واسيب واحدة واختار الثالثة اختار الخمسة ولو دست اوكي فالreport كده بقى باصص على المجموعة اللي انا اخترتها والباقي بقى exclude من report وطبعا التوتلز بتتغير حسب الفلتر اللي انا عامله طيب في ايه تاني موجود هنا وممكن مشكلة الناس بتبص عليه اول حاجة انا ممكن اعمل الفلتر من هنا على طول طب ايه تاني عندي هنا حاجتين مهمين اسمها label filter وحاجة اسمها value filter label filter ده يعني لو انا عايز اعمل filter بدلالة العناوين اللي موجودة العناوين الصفوف يعني مثلا ممكن اقول له والله انا عايز حاجة equal كذا تساوي كذا او لا تساوي كذا او تبدأ بكذا او لا تبدأ بكذا في مثلا continue يعني تتضمن كذا فمثلا تعال ناخد عايز اخد البيكس الوحدة فتعال ندوس على continue كده هيفتح لك ده وحيسألك continue بالزبط واخد بالك انت ممكن تستعمل علامة الاستفهام عشان تدل على حرف واحد وممكن تستعمل عشان تدل على مجموعة حروف فمسلا هكتب كلمة بايك وهحط بعدها علامة استفهام عشان لو مكتوبة بايك او بايك في الحالتين هتطلع لي في الفيلتر ولو دوست اوكي هلاقي هنا جاب لي كل الحاجات المتعلقة بال بايك هنا في بايك راك وهنا بايك راك لوحدها طيب تعال نروح على وبيدي لك كل الامكانيات دي وإحنا قلنا عايزين اقل من فحاخد وادوس عليها يفتح لي ال وخد بالك انه بيسألك انت عايز الفيلتر ده على ولا دايما هنا هتلاقي دروب داون منيو دي هتلاقي بيسألك على اعناوين الاعمدة اللي موجودة هنا فانا عايز بالنسبة لل او عايز اقل من وليكن خمسين الف عشان يطلع لي بس اللي هي متوانية واربعين الف لو دست اوك ايه ده ما طلقت ليش هيا لوحدها هتلاقي حاجات تانية بس كلها من خمسين الف ليه لو فتحت هنا كده هتلاقي الفيلتر اللي انت بتشغله تختاره او لا تختاره وهو موجود في pivot table analyze وانت واقف جوة pivot table pivot table analyze وتروح على options طبيعي هختار totals and filters وتختار حاجة اسمها allow multiple filters تعال بقى نختار تاني انا خلاص عندي هنا ال value اللي من 50 عملناها خلاص وعايز كمان اختار له حاجة على ال label زي ما قلنا ونشوف هتشتغل ولا لا وهقول contains وارجع تاني اكتب له كلمة bike وعلامة الاستفهام وادوس على ok هتلاقي المرة دي اشتغل صح ولو فتحت هنا هتلاقي علامة صح على ال label وعلامة صح على ال value وطبعا زي ما اتفقنا عشان اكلير الفلتر اقدر ادوس هنا على طول هيشيل الفلتر تماما في حاجة كمان اسمها multi-layer filter وده بتشتغل بس لما يكون ال report بتاعك على كذا مستوى يعني ال report ده بيتكلم هنا مختلف شوية عندها ده منتجات بس لك هنا منتجات ومتقسمة كمان بالcategory فاول level او layer هو ال category والlayer التاني اسم المنتج او product فبالتاني الفلتر اللي هشتغل هنا ما هوش بقى single filter زي ده هلاقي مختلف شوية هتلاقي حاجة اسمها multi-layer filter وده بص هتلاقي هنا اختيار الفيلد اللي انت هتعمل عليه filter فانا هنا اقدر اختار ما بين category هتلاقي اختار ما بين product name هتلاقي اختار لك هنا فتعال مثلا من category انا هختار accessories وهختار bikes اول اتنين طلعو لنا هاختار وكمان اقدر هنا اقف على المنتجات وهنا هتلاقي واقف اختار لك automatic products وكمان عايز اختار الحاجات let's say برضو اللي بتبدأ بحرف B فهنا ها هقول begin with وهختار حرف B فهتلاقي لك ههو bike racks لاني مختار filter على product اللي هو label name ده ومختار filter تاني على category اللي هو hatley accessories او hatley bikes فده بالنسبة ل multi layer filter طيب الفلتر كمان بعد كده او الحاجة اللي لسه بعد كده جوه موضوع filters كمان هي date filter وده حاجة صريفة او تعال بص بقى ال report ده عبارة عن المبيعات الشهرية وده net sales اهو وده الشهور عندنا تعال بقى اجرب بالوقت يفتح الفلتر حتلاقي حاجة مكنتش موجودة قبل كده اسمها date filter حاجة very unique and special وبصراحة مليانة حاجات كويسة قوي فمثلا تعال نجرب مثلا قوله today فالواحد اختار يوم واحد جوه شهر جولاي بقى 10,000 اللي هو النهاردة لو حتى حطيت date تحت month كده هتلاقي جاب لك 20 july اعمل undo كده كمان ممكن تختار مش بس today ممكن تختار tomorrow or yesterday حتى week تعال اختار this week او جاب لك july جاب لك منها 90,000 او حط date تاني هتلاقي جاب لك الاسبوع ده اللي بدأ في 14 وانتهى في 20 july مش كده وبس تعال اختار كمان عندك this quarter فجاب لك هتشيل بقى date هتبقى باينة اوضح هتلاقي quarter اللي بدأ في july وانتهى في september او quarter 3 مش كده وبس انت لو عندك سنتين يعني next year وthis year اقدر اختارهم انا مانيش غلصانة واحدة بس في حاجات كمان ممكن اختار date معين equal ممكن before ممكن after between مليان حاجات بصراحة رائعة جدا اللي كمان لذيذة قوي اللي هي to date يعني لو اخترت to date حيجيب لك من اول شهر يناير لغاية شهر july واعتقد انت كمان لو حطيت هنا هوا dates هتلاقي لغاية النهار ده تحديدا يعني انزل تحت كده خالص من اول ما بدأنا او السنة اللي هي واحد واحد لغاية 20 july اعتقد لو انت عايز تتفرج او تبحث عن حاجة بعينها طيب ايه اللي بعد كده بتكلم على area filter او filter area اللي هي موجودة هنا دي انت شايف هنا عندك rows وعندك columns وعندك values لكن filter area دي ممكن نستغل لها دي مجرد ايه ان انا اخد حاجة زي category وحطها في filter هيظهر لك على طول ممكن اختار خد بالك ان انت لو عملت uncheck هيسمح لك تختار حاجة واحدة بس لو عملت check هيختار كذا حاجة فمثلا تعال ناخد accessories مثلا نختار accessories هتشاك عليها فبقى عندك report الشاهري ده كله بقى accessories اقدر اختار اكتر حاجة من حاجة مع بعض accessories و bikes فبقى عندك report ده بيحتوي على بس عيبه ان انت هنا مش شايف هو مختار ايه شايف multiple items لازم تفتح وتشوف انت معلم على ايه وترجع تقفل ها تاني لكن لها حل احلى من ده بكتير وانا بستخدمه على طول ان انا اجي عند الكاتيجري هنا واعمل right click وقول add as a slicer فهيعمل لك slicer على طول على الكاتيجري لو حطيته هنا انت بقيت شايف accessories والbikes ممكن تغير اختيارك زي ما انت عايز وموضوع visual وشكله لطيف قوي ممكن تصغر يعني ده يبقى شكله كمان احلى وممكن تفك الفلتر فيكتب لك all في الحالة دي بقى انت اصلا مش محتاج ده يعني انت اخد ده وطلع برا خلاص انت الفلتر بتاعك شغال عادي جدا عن طريق slicers لسه هنتكلم عن slicer اكتر في الفيديو الجاي لكن بس قلت ادي فكرة مبسطة وسريعة عنه طبعا طالما تكلمنا على الفلتر فلازم تكلم على sort وده الموضوع التالت النهاردة وزي ما انت شايف table صغير في categories في الصفوف وفي arrows هنا او في columns بتترتب automatic عن طريق الالفابت يعني alphabetically accessories وراها بايكس وراها closing وراها components ونفس الكلام طبيعي التاريخ الترتيب الطبيعي للتواريخ فكورتر وان وبعين كورتر تو وهكذا وده ادفولت بتاع ال pivot tables طب افرد انا عايز اغير manually يعني انا عايز اجيب والله البايكس دي فوق مجال انا اختارها كده وارفعها الفوق هيتغير الترتيب معاك زي ما انت عايز تعال نعمل undo كمان ممكن اعكس الترتيب يعني انت شايف هنا sort من نفس زغار الفلتر ده في sort a to z ممكن اعكس يديك from z to a وطبعا undo تاني سريع علشان نجرب بحاجة كمان كل ده لو انا بتكلم على sort بتاع سواء دي او دي سواء اللي في ال او في ال طب لو عايز اعمل بال خد بالك الحل الوحيد حاجتين ان انا اقف على و لاقي زرار بتاع sort وممكن هنا استخدم عشان هي ارقام او العكس فانا اخد فهيجيب لك فوق واخد بالك حسب انت واقف في which column يعني ده لو الترتيب مختلف هو هنا مش فارق لو ترتيب مختلف من column للتاني يعني فيه شهور الباكس مش اعلى حاجة هيعتمد على column اللي انت واقف عليه تحديدا طيب ممكن اعمالها من حتة تانية اه ممكن من data من الحتة بتاعت sort and filter عندك برضو امكانيات sort اللي موجودة هنا هتشتغل على value sorting افنا مش عايز هتتب حسب اللي هنا انا عايز هتتب بالعرض سهلة موجودة برضو انا هعمل right click واقول sort برضو بس المرة دي هقول more sort options وهيسألك بقى انت عايز ايه sort option ده عايز من الصغير الكبير لأ انا عايز من كبير للصغير وعايز top to bottom يعني من فوق لتحت ولا left to right من الشمال اليمين انا عايز من الشمال اليمين فاخد بالك كده انا واقف مسلا على بايكس فهيجيب لي اول اعلى شهر اللي هو المفوض يكون 852 ده quarter 3 فهتلاقي quarter 3 جالك في الاول اهو quarter 3 ظهر في الاول وبعد كده بيتي الشهور لكن مسلا لأ هنا quarter 4 اعلى في الكلوذنج تعال اتجرب بقى right click وروح على نفس option ده بس وانت واقف هنا more sort option مش هغير اي حاجة زي ما انا اهو وقول اوكي فجاب لي quarter 4 لان انا واقف على closing فهيشتغل لي على closing طيب افرد انت فيه ترتيب معين مختلف خالص له ومش الفاباتك الخالص وانت دايما كل مرة محتاج ترتب بنفس الشكل ده طيب ده ممكن اعمله اه برضو ممكن ليها workaround وليكن مسلا ده الترتيب انا عايز وعايز ادقبل بايكس بعد كان components بعد كان clothing بعد accessories طيب اعمل scroll down تحت خالص كده لحد ما هلاقي حاجة اسمها general اهي general اهي ومنها حاجة اسمها edit custom list لو فتحتها هتلاقي دي custom list اللي انت لما بتقف على اي sell وتكتب مثلا monday وتعمل drag يكتب لك monday tuesday وين sday وكذا وقدر ازود دي كمان من اين من new import list from sales ومختار اهو من اول j4 لغاية j7 هقوله import فعمل لي هاو custom list اسمها components وclosing ومش عارف اي وكلام ده كله ولو دست على اوك مرة تانية دلوقتي لو حاولت from a to z هتلاقي جاب لك اللي موجود هنا وكل مرة دلوقتي هتعمل الجديد هيشتغل على الترتيب اللي موجود هنا الموضوع الرابع نتكلم عنه مالوش دعوة قوي بال pivot table نفسه هو دعوة بالحطة دي بالمنطقة بتاعة ال pivot table fields فهتلاقي مثلا انت لو عندك list طويلة انا عندي هنا بس 7 fields وكمان زاد عليهم quarters و month لكن افرد انا عندي list طويلة جدا من columns في data set الاصلية ومحتاج search فمثلا لو انت عايز تزود quantity فانت مش لقيها موجودة في الحطة اللي قدامك بدل ما تنزل تعمل scroll down ممكن تقف هنا في search دي ودوس q هيجيب لك الحاجات تبدأ بq زي quantity وquarters لو انت مثلا عايز تضع على products اكتب p فهيكتب لك الحاجات اللي بتبدأ بالp product name وهكذا فيسهل عليك الموضوع شوية كمان ال default بتاع ال excel ان ده بيجي لك مترتب زي ال data set لكن انت ممكن تلعب في الترتيب ده زي ما انا عامل كده يعني انت شوف خد بالك ال default انه بيجي لك انا كان عندي هناك اول حاجة لdate انا بدي اول حاجة لك لك لأ انا ال data source فلو اخترتها ده الترتيب اللي موجود في الاول شوفناها في الشيت الاول خالص في data او لا والله انا عايز الفاباتيكل اسهل في السرش او اسهل انا بدور وانا خليتها مثلا المرة دي الفاباتيكل الخاصية الرقم خمسة هي التحكم التلقائي في عرض الاعمدة او وزي ما انت شايف انا عندي اتنين واحد في ارقام عريضة فوق كده لان دي ارقام المبيعات او قيمة المبيعات والتانية ارقام صغيرة ومش عريضة اوي زي ارقام التانية لان دي الكميات المباعة طفين المشكلة المشكلة لو قفت على اي سال هنا وحاولت اعمل refresh وrefresh هتلاقي automatic العرض بتاع العواميد اتغير بقى مناسب للجدول اللي تحت لكن الجدول اللي فوق ما بقتش قادر اقرأ الكلام اللي مكتوب جوه او ارقام المكتوبة جوه فمحتاج تاني اختار العواميد واعمل double click عشان ازبط المنظر بشكل تاني وكل مرة هعمل refresh هتحصل نفس المشكلة طب ازاي اخراج بطل تحصل بسيطة اختار اي وروح على وروح على options هتلاقي هنا في checkbox اسمها auto fit column on update اعمل لها uncheck ودوس اوكي دلوقتي يجرب تعمل right click وrefresh مفيش اي حاجة هتحصل وتقدر تكمل شغلك بشكل طبيعي الفيتشر اللي بعد كده اسمها show and hide buttons زي ما انت شايف علشان ده برضو متقسم ب فعشان هنا في multi layer هتلاقي على الشمال عند كل category عند اسم كل category components هتلاقي في زرار minus صغير كده لو دست عليه حيق وحيعمل collapse ده وهكذا تدر تفتح وتقفل زي ما انت عايز لكن what if انت عايز تبعث ال report ده لحد ومش عايز يغير الشكل او layout اللي انت عامله وعايز تبعث كشكل نهائي الحل الحل انا محتاج اعمل hide buttons دي كمان هتلاقي هنا حاجة اسمها row label وحاجة اسمها column label ودول مفيدين جدا عشان هيعرفوني ان الفلتر ده ممكن افتحه واشتغل منه زي ما شوفنا في اول الفيديو ونفس الكلام هنا لكن لما كون بعمل report في شكل نهائي وعايز اي 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 مش اي لازمة وشكلهم غريب جدا جوه final product عشان كده لو انت واقف جوه اي حتة جوه البيوت table واقف على البيوت table analyze على يمين خالص هتلاقي اسمها show لو عملت unchecked plus minus buttons وان unchecked field header هتلاقي كل الكلام ده اختفى خالص ممكن كمان تختار الheader كله ومسلا تروح على home وتكبر الفونت مثلا مرتين عشان يبقى هنا الheader شكله كويس وتروح على حتة وحتلاقي هنا في سهم صغير دوس عليه يفتح لك دوس عليها وقول له والله عايز ووكي كده بقى عندك في ثانية شكل نهائي ظريف جدا ممكن تطبعه او تبعته لاي حد الرقم 7 هي وزي ما انت شايف انا عندي pivot table والpivot table ده المفروض هيكون بتاعي او المنتج النهائي بتاعي وزي ما انت شايف هو مبني على style default ومع ذلك كنت مختار اي ممكن تروح على design ريبن ولو دوست على السهم الصغير اللي عاليمين ده هتلاقي حاجات كتير جدا وstyle كتير جدا ممكن تختار منها style اللي نسبك هوافر في بعض الاحيان بتكون محتاج تعمل style الخاص بيك وده متاح من خلال الزرار او البطن الموجود هنا new pivot table style لو دوست عليه هيفتح لك direct box واول حاجة هيتلوها منك انك تدي اسم للstyle ده وانا هسميه triple a وحتلاقي على يمين في preview box صغير بيوري لك كل ما هنعمل حاجة هتلاقي شكلها ظهر معك في preview box اللي على يمين ده وعلى الشمال هتلاقي drop down list طويلة فيها كل الارياز بتاعة الpivet table اللي انت محتاج تبدأ اعتدام عليها formatting فأول حاجة مثلا انا هاخد الhole table هاخترها هتبقى ملونة بالازرق بالشكل ده وحدوس على البطن بتاع format هيفتح المشهورين بتاعتها انا عايز ابدأ بالfill وهاختار رمادي فاتح اللي هم موجود هنا ده السامبل بتاعه لو دوست اوكي هلاقي الـ preview اتلاون بالرمادي مش كده بس هروح على وحقول له format المرة دي هاختار في لون ازرق غامق شوية وحروح عند وحقول عايز يكون تحت عشان يفصل الهيدر عن بقية الجدول وفي الفونت هقوله لو سمحت انا عايزه باللون الابيض وكمان عايزه يكون bold وحدوس اوكي هتلاقي الـ preview بيتشكل معاك as you go وانت ماشي انزل تحت خالص في الاخر روح على وقول له format ومن الفونت عايزه لو سمحت يكون bold ومن border هاختار خط وحطه على الشمال عشان يفصل وقول له اوكي الخط ظهر معاك اهو ولما نبص بعد كده على هتلاقي الدنيا زي ما احنا عملناها بالزبط اختار وقول له format المرة دي من تحت خالص وحاخد احطه فوق زي ما بنعمل في اي وحاجي عند الفونت وحقوله لو سمحت انا عايزه يكون bold وحدوس على وادوس اوكي تاني واطلع بقى فوق خالص دلوقتي حلاقي بقى فيها اسمها custom لو اخترتها هو ده الشكل اللي احنا اخترناه وعملناه مع بعض ممكن تزاود او تنقص منه او تغير الوانه بالشكل اللي رايحك السلام وعلي وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحيين اللي بانت على اكسل pt for pivot tables video pt 0 8 وحنتكلم على visualization and presentation او العرض والتصوير وحنتعرض في الفيديو ده للمخطط المحوري او pivot chart ومقسم العرض اللي هو slicer والجدول الزمني او اللي بيسموه timeline وحنستعمل كل الحاجات دي مع بعض عشان نعمل لوحة معلومات او بيسموها dashboard الفيديو ده متقسم لاربع اقسام اول حاجة حنشوف لو احنا قرردي عندنا pivot table او الجدول محوري ازاي عن طريقه ممكن اعمل pivot chart او مخطط محوري بعد كده ازاي اعمل تنسيق او formatting للpivot chart الجزء التاني لو انا ما عنديش اصلا pivot table هل اقدر اعمل من data set بتاعتي pivot chart او مخطط محوري ازاي كمان ممكن انشئ نموذج او template اقدر استخدمه بعد كده في اي pivot chart وازاي ممكن استعمله مرة تانية الحاجة التالتة هنشوف ازاي نعمل مقسم للعرض اللي هو slicer او نعمل timeline اللي هو المخطط الزمني اخر حاجة الحاجات اللي عملناها في الاقسام واحد واثنين وثلاثة ازاي نجمعها مع بعض ونعمل بيها interactive dashboard او لوحة معلومات تفاعلية في الاكسال شيت دي معانا المبيعات اليومية لتريبل اي بايك شاب لسنة 2016 وجاية في 14 كلم بتبدأ من الdate ومعانا كمان الproduct والcategory والchannel والsegment وحبت معلومات اخرى عندك الprices والquantity وعندك الnet sales والcommission 14 كلم ويحجم الديتا حوالي 68 او 69 الف line وانا اردي حولتها لتابل ولو رحت على تابل design انا مسميه daily sales مش كده وبس عشان نبدأ بسرعة لو رحت على pivot chart from pivot table تلاقيني عملت pivot table صغير لصافي المبيعات والكميات المباعة متقسم بالsegment اللي هما business وconsegment وتحت segment هتلاقي المبيعات بالcategory وعملت filter صغير خرجت ومن هنا اقدر على طول اعمل pivot chart وده اول حاجة هنشوفها النهاردة create pivot chart او انشاء مخطط محوري وانا واقف على اي سل جوة pivot table اقدر اروح على insert على طول وحلاقي من insert tab هنا حلاقي حاجة اسمها pivot chart ممكن استخدمها كمان من pivot table analyze هنلاقي برضو في tools حاجة اسمها pivot chart ايهما هيدليك نفس النتيجة خلينا ندوس عليها على طول هيفتح لك على طول dialog box عشان يسألك انت عايز pivot chart عامل ازاي انا هختار القرم وهدوس على اوكي على طول هتلاقي بينشئ على طول pivot chart زي ما انت شايف هتلاقي عندك هنا segments business اللي هي موجودة هنا وconsumer ومتقسمة بالcomponents وحتلاقي في legend عندك الازرق بيديك quantity ودون البرتقاني ده بيديك net sales مختلف ايه عن التشارت العادي هتلاقي الزراير اللي موجودة هنا دي في quantity وnet sales ده معناها values اللي انت بتستعملها وحتقي هنا كلمة values موجودة في legend دول مش interactive يعني لو دست عليهم ده مجرد label لكن لو جيت هنا هتلاقي plus و minus دي ممكن تستعملها دي interactive دي بالزبط زي plus وال minus اللي موجودة هنا يعني انت هنا لو دست على الزرار اللي جنب business البطن اللي جنب business ده هتلاقيه بيكلابس الكاتيجري ده وده هيحصل جوه pivot table وكمان هيحصل جوه pivot chart ما انت شايف بقى business كله في column واحد وي consumer هو اللي مفتوح لو استعملتها من هنا يعني لو وقفت هنا وعملت expand او collapse هتلاقيها بتشتغل بنفس الطريقة كمان لو جيت هنا هتلاقي segment وي الكاتيجري ممكن تستعملهم عشان تعمل filtration يعني ممكن هنا اختار business بس فهتلاقي كل الدنيا هنا اتحولت الى business في الشارت ده category ممكن برضو استخدم الكاتيجري ممكن ارجع البايكس اللي انا كنت شايلها قبل كده فهتلاقي هنا بقى اربع categories بدل مكان وثلاثة فزي ما انت شايف اي action بتعمله على pivot chart هو هو نفس action بالزبط بيتم على pivot table انا افضل انك تدي اسم pivot chart فانت لو افتع pivot chart وروحت على pivot chart analyze هتلاقي اسم default chart one فخليني اسمي net sales chart طيب بعد ما عرفنا نعمل ازاي محوري او رسم بياني محوري دلوقتي عايز اعرف ازاي اعمله formatting يعني انا الوقتي بتحكم فيه زي ما اتفقنا عن طريق pivot table نفسه او عن طريق pivot chart فانا فيه duplication يعني مش محتاج كل الزراير دي كمان مخلية شكل pivot chart مش قد كده فانا اقدر اتحكم فيها بشكل ظريف جدا خريني اختار pivot chart واروح على pivot chart analyze واقدر اجي من حتة هنا اللي اسمها show and hide لو دست على field buttons ودست عليها السهم اللي تحت ده هلاقي هنا كل الابجيكس اللي موجودة على pivot chart انا هختار hide all هتلاقي كل الزراير دي اختفت كمان انا مش محتاج الكلام اللي مكتوب على vertical access فممكن اعمل اختار وعمل right click وقوله format access هيفتح لي format pane format access pane من هنا خلينا نقفل field list واروح على access options هنا واختار labels وتعالى على next to access دي واختارها وقوله لا none مش عايز اي حاجة تكون مكتوبة هنا كمان لو افت على legend ممكن من green plus اللي موجودة هنا واختار هنا legend واختار السهم اللي على يمين ده واختار السهم السهم اللي بالعرض دي برضو انا مش محتاج ها فهاختار ها واختار delete هتتمسح على طول عايز بقى دلوقتي انا ما بقاش عندي حاجة توريني الارقام دي وتمثل ايه بالزبط بسيطة ممكن اقف عليها واختار right click يعني add data labels دي طريقة ممكن برضو وانا مختارها من green plus دي اللي موجود على يمين هنا واختار add data labels هجيبلي الارقام فوق اختارها وعمل control b اللون البرتقاني ده انا برضو مش عجيبني قوي ممكن اشوف حاجة different شوية اعلى نروح على fill واختار لون تاني مختلف شوية وليكن اللون اللي شبه pivot table ده شوية بحيس ان انا بعد كده لما استعمالهم مع بعض تبقى الارقام قريبة ممكن كمان اللون ده اخليه بالازرق ممكن برضو من هوم اروح على المكان العادي اللي بختار منه الوان الفونت واختار مثلا ازرق غامق شوية فكده بقيت فاهم ان الازرق ده يخص البرد والاسود يخص البرد لو انت شايف الكتابة دي مش باينة قوي ممكن اختار ال اكسز اللي تحت ده الهريزونتل اكسز واختار من هوم بولد او كنترول بي هاديك نفس النتيجة اعتقد كده البيوت شارت بقى شكله معقول جدا طيب افترض ان انا بادئ وانا ما عنديش اصلا بيوت تيبل وعايز اعمل بيوت شارت او مخطط محواري طيب ازاي ممكن اعمل كده هروح على الديتا ست نفسها وهروح على انسرت وحتلاقي عندك هنا في المكان بتاع التشارت ده هتلاقي اسمها بيوت شارت انا مختار اي سال جوه التيبل او الرينج بتاع الديتا فلو دست على بيوت شارت هيرف لوحده ان انا عايز اعمل بيوت شارت على الديتا اللي اسمها او التيبل اللي اسمه ديلي سيلز هختار وحروح على بيوت شارت دائريكلي اللي انا كنت واقف عليها اختار اي سبعة واقول او كي هتلاقي بكريات اوتوماتيك حاجتين مع بعض بيوت شارت زي ما انت شايف وكمان بيوت تيبل اشتغلوا مع بعض بيوت تيبل نومبر وان ده انا ممكن اديله اسم فحختار اقف ايف وده اللي انا هعمله في البيوت تيبل وادوس انتر نفس الكلام ممكن اعمله هنا اروح على بيوت شارت واد اسم مشابه واقدر عادي جدا ولا مختار البيوت شارت حالي هنا اسمها بيوت شارت فيلد فيلد ولو اخترت البيوت تيبل حالي بقى اسمها بيوت تيبل فيلد وفي الحالتين اقدر ابني الاثنين مع بعض مفيش اي مشكلة عشان اعمل حاجة مشابه للي عملتها قبل كده فحاخد السيجمنت هعطها في الاكسس زي ما انت شايف اشتغلت على الاثنين ظهرت لي السيجمنت هنا وظهرت لي كمان التو سيجمنت بتوعي ظهرول في الروز في البيوت تيبل تعال ناخد الكاتيجري ونحطها تحتيها هتلاقي نفس الكلام برضو اشتغلت معايا على التو اوبجيك تعال ناخد بعد كده الكميشن هتلاقي انا عندي عايز مكوميشن فاليو وحطها في الفاليوز وزي ما تعودنا هاختار اي سل وعمل رايت كليك واقول نمبر فورمات وعايز ازود كمان الافريج برايس وتعال برضو نعمل فلتر اوت للبايك زي ما عملنا هناك فبقى عندي التو متشابهين جدا طيب دلوقتي انا عايز اعمل فورمات زي ما عملت هناك طب هل انا محتاج ارجع اعيد كل انا عملت قبل كده اعتقد لا انا ممكن اعمل حاجة الطف من كده بكتير اقدر ارجع تاني على الشارت القديم واعلم عليه واعمل right click save as template هيفتح لي dialog box علشان اعمل saving للتمبلت دي ومبدها default chart 1 فانا اديها حاجة عشان نرح نرجع لها pt08 وادوس save دلوقتي بقى عندي template متزبط على الشكل كل عملته في الشكل ده بقى متسايف عندي في template لو روحت على pivot chart directly واخترت pivot chart جديد انا اعملته روحت على design هتلاقي حاجة اسمها change type اطلع فوق حاجة اسمها templates هتلاقي template بتاعنا اللي احنا عملنا اخر واحد موجود هنا اختار ودوس ok هتلاقي عمل لك template بتاعك بالزبط زي ما انت كنت مزبط في المرة اللي فاتت طب دلوقتي زي ما شايف الbar بتاع price بقى صغير قوي لان commission اكبر بكتير من price فده محتاج ان اعمل تعديل على template ما فيش مشكلة روح على change chart type مرة تانية وانزل تحت خالص اختار combo وزي ما انت شايف هو by default عمل client chart وclustered column كمان هختار حاجة secondary access يعني اقدر اخلي شكل شكل النسب بتاعة الارقام اللي موجودة على chart متناسبة فهختار secondary access لوحده زبط نفسه زي ما انت شايف هنا وادوس اوكي برضو انا مش محتاج labels اللي موجودة هنا فهختار ها ممكن نقفل ده دلوقتي واعمل right click وقوله format access وحروح في نفس المكان تاني في labels وقوله none مش محتاج labels هنا الحاجات المتدخلة ممكن اختارها لوحدها وحركها بإداية مني والشوية علشان يبعدهم عن بعض اعتقد كده الشكل العام بقى كويس ممكن كمان اختار ال line ده وروح زي ما انت شايف هنا غير لي بقى format data series وروح على الحتة اللي فيها line color واختار زي ما كنا عاملين هناك مثلا dark blue ويبقى كده عندي chart التاني جاهز ويتكريت معاي زي ما انت شايف pivot table مع pivot chart طيب الحاجة اللي بعد كده لو انا محتاج ان انا اعمل filteration لبعض data الموجودة هنا افرد مثلا انا عايز اتفرج على النفس table ده بس by region انا عندي هنا معلومة ال region موجودة في pivot حلاقي كل ال region بتاعتي ممكن اختار اي واحدة منهم ويقلب فيها براحتي بس انا مش عايز الشكل يبقى انا عايز حاجة تبقى interactive او حاجة visual اقدر اشتغل عليها وهنا يجي دور حاجة اسمها slicer او مقسم العرض زي ما اتفقنا فتعال ناخد تاني ال region دي وانطلعها برا عشان اعمل slicer من ال pivot table او من ال pivot chart عندي اكتر من option يما انا واقف جوة ال pivot table اروح على pivot table analyze واروح على الحتة بتاعت filter دي واختار insert slicer وساعتها حيجيب لي كل الفيلز ويقول لي عايز slicer فين لو انت مش عايز توجع دماغك وتدور في الليستة الطويلة دي ممكن تروح على pivot table list على طول واختار ال region واقف عليها وعمل right click وقول له add as slicer حيعملي على طول slicer بال region تعال ناخده على يمين شوية هنا وزي ما انت شايف حقدر فيجيولي اخطار ال region اللي انا عايزها ال pivot table بيتغير وال pivot chart كمان بيتغير اقدر افك الفيلتر من هنا واقدر عمل resizing وفيه كمان options كتيرة هنشوفها وإحنا شغالين طيب دلوقتي احنا زي ما شفنا انا عندي ال data بتاعت سنة 2016 اللي كنا واخدينها من ال table اللي هنا افر انت عايز تعمل update لل data بتاعت سنة 2017 موجودة في table تاني كل اللي هعمله ان انا اختار cell number two يعني اول cell على الشمال اول كلم على الشمال ولكن ثاني row من تحت الheaders وادوس على shift وcontrol مع بعض سهم لتحت عشان اختار لحد الاخر وسهم مين عشان اختار لحد الاخر وcontrol c وحروح على sheet بتاعت actual 2016 وانزل تحت خالص واقف على اول cell فاضيع على الشمال خالص على اول كلم على الشمال واعمل ctrl v هتلاقي ال table بتاعت ال ready بيتمدد وال data بتاعت كلها بتخش ومما ان ال pivot tables اللي انا عاملها معمولة على ال table شخصيا فلو عملت refresh عن طريق ان اقف على اي cell وright click وقل refresh او استعملت shortcut وقلت alt f5 هتلاقي ال data الجديدة عمل لها update ولو جيت هنا تحت خالص وخدت years وحطت ها في rose مثلا هنا فحلاقي عندي سنة 2016 وحلاقي عندي 2017 وزي ما انت شايف ده reflected في pivot chart تعال ناخد years برا عشان نرجع على الشكل القديم المرة دي بدل ما انا كنت اعمل slicer عشان اقلب في regions انا عايز اعمل حاجة اسمها timeline علشان اقلب في الزمن الزمن ده including الايام الشهور السنين اي حاجة انت عايزها ازاي insert timeline بالزبط زي ما عملنا في slicer هاختار اي cell جوه pivot table ممكن اروح على pivot table analyze وحلاقي حاجة اسمها في filter حاجة اسمها insert timeline او نفس الكلام اروح على date في pivot table list وright click وقوله add as a timeline حي carry حاجة جديدة object جديد زي ما انت شايف على field اللي اسمه date اللي موجود هنا تعال ناخده وننزل به تحت chart وزي ما انت شايف في كذا حاجة لازم نبص عليها جوا timeline ده اول حاجة في scroll bar هنا اقدر اجيب بالزمن by default هو عمل لك month يعني انت بتقدر تقلب بالشهور لو اخترت january pivot chart و ال pivot table حيبقى كلهم بصين على january لو استعملت السهم كده وعملت dragging ممكن اختار 3 شهور مع بعض وكتب لك Q1 2016 هنا بيظهر ال selection بتاعك ال label بتاع selection بتاعك فهنا بقى data بتمثل 3 شهور او quarter one لو انت عايز view كله يقلب quarters حدوس على month هنا وممكن اختار quarters فانا كده بقيت باصس على quarters ممكن اختار السنة كلها ممكن اختار 3 quarters ممكن اعمل اللي عايزه ممكن اخلي كمان view بال days يعني لو اختار days هنا ممكن اختار يوم 1 january 2016 زي ما انت شايف كل حاجة عندك قلب اليوم 1 وممكن كمان اختار years بقى عندي 3 سنين 16 17 18 18 فاضية لكن ال data بتاعتي 16 17 موجودين وممكن احط السنتين مع بعض فهتلاقي هنا ال label من 2016 2017 وانا مختار timeline اقدر اعمل شوية تنسيق formatting لو انا مختاره هنا هتلاقي هنا في ribbon اسمه timeline مفتوح طبعا لو انت شلت منع على timeline مش هتلاقي موجود فلازن تختار timeline وحتلاقي حبة حاجات ممكن تعملها ممكن تغير في height ممكن تغير في width ممكن تختار style اللي انت عايزه في اشكال والوان ready made ممكن تعمل new style واحنا شوفنا ازاي ممكن نعمل كده في pivot table واعتقد ان هو مش فارق كتير ممكن تدربها بنفسك ممكن كمان اشير الheader يعني date معروف انه date فخلاص شلت الheader مش محتاجه ممكن اشير scroll bar ممكن اعمل resize زي ما احنا قلنا بادينا فكده انا مش موجود عندي scroll bar لكن عندي time level او ممكن اشيره بس انا بفضل اخليه وعندي selection label اللي هو هنا كان موجود هنا عشان اعرف انا مختار ايه بالزبط انا بفضل اخلي الاثنين دول at least عشان اقدر اولا اغاير level لو انا حبيت ثانيا اشوف انا مختار ايه بالزبط نحط كل دول مع بعض وعمل dashboard very nice and interactive هروح على الشيت اللي اسمها dashboard وانا مجهز already title triple a bikes net sales and commission وتعال ناخد الobject احنا عملناها دي ونحطها في ال dashboard ده فابدأ هنا بالpivot table ده هاختاره كله اللي كان في net sales وال quantity ctrl x واروح على ال dashboard وحسيب مسافة او one line فاضي بعد العنوان وcontrol v هروح على الشيت التانية ال pivot table التاني هاختاره كله وcontrol x واروح على ال dashboard وحسيب one line برضو بعد الخط الفاصل اللي في النص وعمل control v بقى عندي الاثنين pivot table موجودين مع بعض هرجع على الشيت الاولانية اخذ التشارت الاولاني control على طول في ال pivot table الاولاني وcontrol v زي ما انت شايف محتاج اعمل شوية resizing هاخد ده فوق شوية وصغار وحبة عشان يقف هنا فبقى عندي اول pivot table وعندي pivot chart بتاعه تعال نروح ناخد pivot chart التاني control x وارجع ال dashboard control v عايز اخد controls بتاعتي او visual بتاعتي والحاجة هاخد slicer control x واروح على dashboard واجي في الحتة دي وعمل control v وبرضو نفس الكلام هعمل resize عشان يزبط هنا بس خد بالك انا مش قادر ازبطه قوي على grade line زي ما انت شايف ففي حاجة لطيفة جدا لو اخترت slicer من slicer ribbon هنا في حاجة اسمها في align حاجة اسمها snap to grade اول ما هاختارها اي resizing هعمله هيزبط لوحده مع grade اي change حتى لو ب اسهم هتلاقي بيزبط على طول مع grade فانا هو اقف على top corner m15 واعمل resize اخليه بالزبط على m15 واسحابه لغاية تحت خالص كده لغاية ما يوصل عند m36 وطبعا كده بقى عندك حتة كبيرة اختار برضو slicer واختار slicer ribbon واول حاجة هعملها هعيز اكبر height بتاع buttons فمن section بتاع buttons هاختار heights وكبر هنا لحد ما وصل 6 كده بقت مظبوطة بالزبط شايف الشكل هو بقى مظبوط بالزبط الheader ده انا مش عايزه هاختار ثاني واروح على slicer المرة دي من slicer option وحقول له display header uncheck وحقول له اوكي فكده ما بقتش انا عارف دول regions اشوفت حد يكتب لي فوق كلمة regions طيب تعال كده نختار Alex حلاقي النتحت بيشتغل معاك كويس قوي لكن فوق الجزء الاولاني ده مانوش دعوة بال slicer خالص وانا عايز كله يشتغل مع بعضه طب اعمل اختار تاني the slicer واروح على slicer ribbon واروح على حاجة اسمها report connections وحلاقي اسامي ال pivot table اللي هو بشتغل عليها هلاقي متعلم average price and commission لكن مش متعلم عن net sales تعال نختارها وندوس اوكي كده خلاص الفلتر بقى شغال او slicer بقى شغال على كل حاجة لو عايز اشيء الفلتر اعمل right click وclear filter from region خد بالك اعمالي resize كل شوية ال pivot table ده والpivot table ده كل ما بعمل refresh فبالتالي عشان اصبت الدنيا هاختار ال pivot table واروح على pivot table analyze واروح على option وهعمل uncheck على auto fit column width وهعمل نفس الكلام هنا فبالتالي دلوقتي اي تغيير هعمله مش هيري reflect معايا هنا فاضل اروح اجيب timeline هاختار timeline واروح فوق خالص وانا لازق في العنوان control v وحزبط الدنيا تاني كده ال interactive dashboard بتاعك خلصان فاضل عشان بس الشكل العام يبقى كويس اقدر اروح على view وعلى grade lines واعمل uncheck وعلى formula bar uncheck وعلى headings uncheck وكمان ادوس على ده عشان اعمل collapse للمينيوز اللي فوق زي ما انت شايف بيشتغل مع الجزء التحتاني بس هاختاره برضو فوق من الheader ومن timeline اروح على report connection وcheck net sales دلوقتي بقى شغال معايا على report كله زي ما انت شايف interactive شكله جميل وبيلخص كل معلومات اللي انت محتاجها على net sales والcommission والprices السلام وعيكرا وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحليل البيانات على excel pt for pivot tables فيديو الابد الاخير pt09 بنتكلم فيه لسه عن الجداول المحورية المراد لما تكون مستندة الى او مبنية على power query هنشوف انا ممكن احمل اكتر من 3 مليون صف او من الديتا طبعا ده مستحيل في sheet excel عادية لكن على power query مفيش مشكلة 3 مليون 10 مليون record ما عندكش مشكلة هنشوف ازاي من ملف csv اقدر احمل الـ 3 مليون record كمان هنشوف انا ممكن اعمل عن طريق الـ pivot table على طول من الـ power query الـ pivot table واعمل sales report كمان هيكون عندي جداول مساعدة بعمل منها تبويب للبيانات دي ازاي عن طريق الجداول المساعدة دي نعمل merge او دمج بين الجدول الاساسي الكبير اللي فيه داتا مليون مع الجداول اللي بتعمل عملية التبويب وكمان ازاي ان انا هعمل التبويب ده بعد ما كون قدردي عمل الـ report ومع ذلك هيحصل تغيير تلقائي والـ pivot table بتاعي حيتغير بشكل تلقائي قبل ما نروح على الـ excel عايز اوريك الـ csp file ده بص كده 125 ميجا وده جواه زي ما اتفقنا حوالي 3 مليون راكورد انا قريدي فتحه في notepad بص كده انزل تحت خالص ده اخر سطر هتلاقي مكتوب camline 3 مليون 145 726 line زي ما انت شايف هبدأ الشغل بتاعي من صفحة بيضة خالص excel sheet فاضية تماما لان زي ما انت شفت الديتا بتاعتي موجودة في csv file وعايز اروح اجيبهم عن طريق الـ power query طبعا انا مشتغل على office 365 فالـ power query موجودة في الـ data ribbon الجزء اللي على الشمال ده get and transform هو ده الـ power query هتلاقي هنا بعض منهم اول واحدة اللي موجودة فوق في النص دي اللي اسماها from text او csv ادوس عليها على طول او ممكن من get data اروح على from file وحلاقي from text او csv وانس ان انا هدوس عليها هيفتح لك dialog box وحيسألك فين الملف اللي انت عايز تجيب منه الـ data بتاعتك انا اردي اخدت copy من الـ path اللي في الملف بتاعي ctrl v وادوس enter هيفتح لي عطول الفولدر وهو ملف واحد هاعلم عليه وحقول له import هيفتح لي navigation window فتح قدامي زي ما انت شايف preview سريع للـ data بتاعتي هتلاقي عندك تحت 3 options cancel طبعا دي مش عايزينها و transform data و load انا دايما عايز استخدم transform عشان لما هدوس على transform هيفتح لي حاجة اسمها power query editor مهم قوي اننا لما ابص على power query editor ابص كده بص سريعة وافهم متقسمة لايه المنطقة اللي في النص دي اللي بتعرض فيها data الquery بتاعتك هو كده انشأ query جديدة الquery دي فيها data اللي موجودة في csv file طبعا ده عامل مجرد connection على data read only connection يعني انت اي تغيير هتعمله هنا مش هيأثر على الاطلاق على csv file الاصلي التغيير ده هيكون في نسخة الexcel او الexcel file اللي انت فتحه بس فدي المنطقة اللي في النص انا شايف فيها data بتاعتي المنطقة العليمين دي اسمها query settings مقسومة حتتين الجزء الاولين ده في اسم الاسم ده معناه هو اسم query بعد كده ودي كل الخطوات اللي انا هعملها هتتسجل في المنطقة دي وده من افضل مزايا في power query انا ممكن ارجع على اي خطوة انا عملتها بشكل سريع على الشمال خالص في كل الquery بتاعتك احنا عندنا query واحدة لغاية دلوقتي فوق حلاقي اربعة menus واحدة اسمها home transform add column view الوقت دلوقتي مش هيتسع ان احنا نشرح كل واحدة فيهم ولكن هتيجي زي ما قلنا في سلسلة power query لكن هنستعمل بعض الحاجات وحنشرحها وإحنا شغالين فيها انا تقريبا ما عملتش اي حاجة في الديتا بس عملت لها زي ما انت شفت عملت loading على power query editor والاكسل لوحده عمل خطوات دول جاب السورس زي ما طلبت منه وبعدين عمل promotion او promoted headers وبعدين عمل change للtype هو الواحده اكتشف كل نوع من الديتا المفروض يكون ايه وانا طبعا لازم اتأكد ان كل بتاعتي مناسبة فخلاص انا كده الكويري دي جاهزة زي ما انت شفت عندي وان كويري فمن هوم ريبن في زرار هنا اسمه close and load لو دوست عليه وحقوله close and load 2 حتلاقيه فتح دي dialog box او ويندو صغيرة وبيسألك انت عايز تلود فين انا عايز الود على pivot table وزي ما انت شايف الoption ده موجود فانا عايز اقوله لو سمحت عايز ها في pivot table report طب ما كان فين عايز في ال ووكشيت و اوكي c4 اللي انا واقف عليها وحقوله اوكي حلاقي ديتا بتاعتي بيحصل لها loading وحلاقي الroze بتاعتي عمال تتعد ال 3 مليون row عمال يتعد واحد ورد تاني معنى كده ان الpower query بتعمل loading لل 3 مليون row جوه ال pivot table زي ما انت شايف خلص عد ل3 مليون 145 الف row وكمان انشأ pivot table وعايز ابدأ من هنا اسمي report ممكن على طول اخد الاسم اللي موجود هنا وcontrol c وcontrol v وenter وتعال نعمل report على طول فحاخد ال dates وحطها في rows واول ما هعمل كده على طول هيعمل grouping لل dates زي ما انت شايف فعلا عمل grouping لل dates بالسنين كمان اهو 2016 و 17 و 18 ولو بصيت هنا هلاقي وdate انا مش محتاج quarters تعال نطلعها برا وناخد years نحطها في columns وناخد quantity ونحطها في values right click عشان نعمل number formatting زي ما تعلمنا لو عايز اعمل pivot table ثاني هاختار pivot table الاولاني كله وعمل ctrl c وانزل تحت وعمل ctrl v وتعال نجرب ناخد حاجة تانية فبدل مثلا ما انا حاطت dates تعال نشيل dates من rows وبدل dates انا عايز اخد products id report 3 سنين باسامي products فزي ما انت شايف ففعلا اعمل اللي انا عايزه لكن المشكلة ان انا ما عنديش اسامي products انا عندي اكواد طب دلوقتي انا محتاج احط report بالاسامي مش بالاكواد وهنا يجي دور look up tables او tables المساعدة فلو جيت هنا هتلاقي عندك هنا look up table في product id اللي انت شايفه موجود هنا ده وبيصنفولك اسم المنتج والcategory كمان بتاعه فلو انا عايز اعمل report بالcategory والproduct محتاج ان انا اخد المعلومة دي من هنا طب الحل ايه الحل برضو في الpower query انا هاخد الtable اللطيف ده وادخله جوا الpower query لكن الاول هقلبه لtable وانا واقف جوا isl جوا range هدوس control t هيفتح لي dialog box يقول لي create table وادوس على ok هيحوله الtable وقدر تديله اسم من هنا ولازم تديله اسم لما تكون بشتغل مع الpower query وده هسميه product وحارجع تاني على ال ribbon الظريفة بتاعت data وفي short cut زريف جدا هنا في table كده اول ما هدوس عليه هيفهم على طول ان انا الtable ده عايز دخله جوا الكويري حيفتح لي تاني power query editor وحلاقي على يمين اسم الكويري متاخد من اسم table اسمه product هو اول خطوة بس جاب data و تاني خطوة عمل برضو نفس اللي عمل هناك انه اقدر يتعرف على type بتاع كل نوع منواع data ولو فتحت queries هنا حلاقي عندي المرات بقى في اتنين query واحدة اسمها sales واحدة اسمها product انا كل اللي محتاج اعمله ان اعمل merge يعني عايز اجيب معلومات من query دي ودخلها جوا query دي فهروح اقف على query الاول بتاعتنا ومن home ribbon حلاقي حاجة اسمها combine ومن combine option فوق اسمه merge queries ده بالظبط كاني بعمل video cup لكن جوا query اول ما هدوس على merge هيفتح دي dialog box مقسوم لنصين النص الاولاني دايما حلاقي في اسم query اللي انا واقف عليها اللي هي اسمها sales 2016 2017 طب انا عايز اعمل merge مع ايه هفتح في النص التاني هنا مقدميش option غير product فانا عايز اعمل merge من هنا لهنا طب مطلوب ايه مطلوب ده نجيب product والcategory احطهم هنا بدلالة ايه بدلالة product id موجود فين عندي هنا product id موجود فوق اه اعلم عليه وعلم عليه كمان في table التاني فهتلاقي عندك هؤل اتنين اخدوا اللون الواخر على اخضر شوية ده ولو بصيت تحت هلاقي حاجة بتحصل اسمها estimating matches based on data previews فزي ما انت شايف كده انا بقوله انا عايز اعمل merge ما بين الاثنين table دول بدلالة matching column اللي هو product id او matching field اللي اسمه product id هنا خلاص قالك the selection matches 345000 من 345000 يعني هو فعلا لقى ان كل product id موجود هنا لقاله product id موجود هنا وعمل matching لل 3 million record كلهم كل اللي هعمله حدوس اوكي واول ما حدوس اوكي حلق خطوة زادت هنا في applied step اسمها merged queries وحلق column جديد هنا باسمه product بس حلق تحت حاجة اسمها table طب ايه ده لو دست كده على يمين في الحتة الفاضية دي حلق ان هو هنا قالك والله دي اسمه 2001 لقنا match match في table التاني ولقنا جنبه البيانات دي 2001 helmet accessories طيب 2018 ده لو جيت وقفت على يمين هنا قالك اوه والله لقنا 2018 وproduct اسمه gloves وكاتجري اسمه clothing وهكذا وهكذا طب ده انا مش محتاج شكل ال table ده انا محتاج المعلومات اللي جوه بسيطة لو دست على السهمين العكس بعض دول هيفتح لك ويندو صغيرة يقول لك والله انت عايز ايه من ال table ده انا مش محتاج الاعادي لانه عندي لكن محتاج ال product ومحتاج ال category وما تنساش تعمل uncheck use original column name as prefix وتدوس على ok هتلاقي ال table ده تمدد وحتلاقي بقى عندك two columns جداد واحد في اسم ال product والتاني بقى في اسم ال category انت كده خلاص خلصت ممكن تقف هنا وتقول close and load to ويه هيفتح لك نفس ال diyalog box المرة دي انا مش محتاج اعمل حاجة بالtable ده فكل هقول له وعايز only create a connection وقول ok وحلاقي ان ال data بتاعتي بيحصل لها update دلوقتي لو روحت على ال sheet اللي فيها ال pivot والتانية connection only معنا انها مش loaded في اي حتة ومع ذلك اقدر استخدمها ما زلت بعرف استخدمها زي ما انا مستخدمها حاليا في ال query كمان لو روحت على pivot table fields وبصيت هنا حلاقي حاجة اسمها category مكانش موجودة قبل كده وحاجة اسمها product مكانش موجودة قبل كده طب تعال نجربهم خد product id ومشيها من هنا وحط مكانها category حطها في rose حتلاقي report بتاعك summarized بالcategory وكمان حط product تحت category حتلاقي عندك yearly report بالكميات المباعة متقسمة بالcategory وباسم product 3 million record عملنا بهم 2 report 1 monthly report والتاني yearly report ولكن متبوب او متصنف حسب الكاتيجري وحسب اسم المنتج والتصنيف او التبويب gaming table تاني table مساعد اللي هو look up table اللي فيه product ids زي ما شفنا اعتقد مفيدة جدا power query السلام عليكم وبركاته واهلا بكم في الفيديو الاخير من سلسل تحيل البنات على excel pt for pivot tables هنتكلم النهاردة على الجداول المحورية المستهدة الى power pivot او data model هنشوف ازاي ممكن نعمل علاقة بين جدولين هنشوف ازاي ممكن من جدولين اقدر اعمل pivot table واحد وده باستخدام خاصية ال excel data model هنشوف كمان ممكن ازاي استخدم دوال dax هنستخدم دالة بسيطة النهاردة اسمها sum x وازاي ممكن تخليني اعمل معادلة جوة pivot table المبني على ال excel data model مش كده بس المعادلة كمان ممكن اعمل تنسيق رقمي او number formatting يفضل شغال معها في كل مرة بعيد استخدامها لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في description هتلاقي link ممكن تستعمله عشان تعمل download ال excel workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه ما اشتغل في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجي لك notification لما نعمل فيديو هات جديدة المثال العملي النهاردة عندنا متكون من مجموعتين من البيانات المجموعة اللي على الشمال اللي موجودة هنا اسمها daily sales transaction ودي زي ما انت شايف اربع عواميد فيها التاريخ وفيها رقم او الكود بتاع sales rep او ممثل المبيعات او منذول المبيعات فيها كمان قيمة المبيعات ونسبة العمولة ودي نسبة متغيرة زي ما انت شايف مش سبتة على كل transaction وفيه جدول تاني صغير فيه برضو sales rep اي دي او الكود بتاع الرجل الممثل المبيعات كمان فيه الاسم كامل الاسم بالكامل زي ما انت شايف هنا وفيه كمان first name والlast name المطلوب ان انا احسب الcommission زي ما انت شايف عندي قيمة البيع وعندي نسبة الcommission اقدر احسب منها الcommission كمان عايز اعمل analysis او تحليل البيانات دي عن طريق اسم المندوب المبيعات فزي ما انت شايف البيانات هنا ما فيهاش غير الكود لكن هنا عندي الكود وعندي اسم كل مندوب فمطلوب اعمل كله باستخدام البيفت وكمان معادلاتي تبقى جوه البيفت وحعمل ده استنادا زي ما قلنا على خاصية الdayta model اللي موجودة في الexcel قبل ما اشتغل لازم احول المجموعتين من البيانات دول او ال to data sets دول احولهم الexcel فانا واقف جوه اسل في المجموعة الاولانية مجموعة البيانات الاولانية حدوس على short cut control t حيفتح لي dialog box صغير ويسألني هل عندك هادرز في التابل ده والواحده طبعا automatic حيتعرف على arrange بتاعي حقول له ok حيفتح لي table design ribbon لازم ادي اس حقول له sales t او اختصار لsales transaction نفس الكلام في مجموعة البيانات التانية control t ودوس ok وخليني اسميها sales rip الخطوة الجاية انا محتاج انشئ علاقة بين الجدولين دول عشان اعرف الexcel ان والله sales rip id ده يكفق في الجدول التاني sales rip id ده طب اعمل ده ازاي وانا واقف على المينيو الرئيسية هروح على data ribbon او منيو بتاعة data ومنها في حاجة اسمها data tools هلاقي هنا الايكون الصغير ده لو قفت عليه هتلاقي مكتوب تحت relationships لو دوست على الايكون ده هيفتح دالوك بوكس اقدر من خلاله اتحكم فيه العلاقات اللي موجودة في الexcel workbook ده وانا عايز انشئ علاقة جديدة فحدوس على new هيفتح دالوك بوكس تاني اسمه create relationship اول حاجة على الشمال هتلاقي بيسألك ايه التابل اللي انت عايزه عايز تبدأ بانه تابل فانا عايز والله يقول له انا عايز التابل بتاع daily sales transaction اللي سمناه sales t طب ايه الكلوم او الفيلد اللي انا عايزه يشتغل في العلاقة دي هو طبعا sales wrap id هختاره من drop down الموجودة هنا فهختار سميته sales wrap هختاره والكلوم اللي حيرتبط او هقدر استخدمه في الارتباط او علاقة ما بين الجدولين دول هيكون بالطبع برضو sales wrap id وحدوس ok والexcel كده هينشئ علاقة بين الجدولين اقدر اقفل ال dialog box ده هقول له close وانا الوقت جاهز اقدر اعمل pivot table على طول وانا واقف في المكان اللي تحت ده وليكن في f20 اي مكان فاضي في الexcel اقدر على طول استخدم الkeyboard alt n v هيفتح لي dialog box create pivot table وهو الوحده طالما انا انشأت علاقة ما بين جدولين هو الوحده فهم ان في data model دلوقتي انشئ في الexcel دي يعني هو الوحده عمل triggering او عمل activation لخاصية data model وعشان انا مش مختار اي range فهو automatic لي يعلم عليها هو كمان هو عارف ان انا عايز اعمل الpivot table ده في الexisting worksheet في السل اللي اسمها sales f20 هدوس على اوكي حلاقي فعلا pivot table بيت carry وعلى اليمين pivot table fields ولو نزلت تحت هنا حلاقي عندي جدولين مش جدول واحد لان زي ما اتفقنا عندنا two tables والاثنين tables دول خلاص من data model وبينهم relation فلو فتحت هنا حلاقي fields بتاعة sales rep او columns بتاعة sales rep table ولو فتحت sales t حلاقي columns او الحقول اللي كانت موجودة في sales transactions طيب لوقتي ممكن اعمل report سريع اقدر اختار sales rep name وحطها في rose وقدر كمان اختار sales وحطها في values وزي ما انت شايف كده قدرت انشئ pivot table مبني على جدولين منفصدين عن طريق relations وعن طريق كمان excel data model طب دلوقتي عايز احسب الcommission وهنا هيجي دور tax formula فعشان احسب الcommission وليكن انا عايز احسب ها as additional field او as measure جوة table ده فبمنتهى البساطة هروح على sales right click وقل له add measure هيفتح لك direct box اسمه measure اول حاجة لازم اختار table هو default جاب لك sales transactions ممكن اغير من هنا واخد sales rep خلينا sales transaction هيطلب مني اسم للمasure وانا عايز احسب الcommission فحسمي commission وحاجي تحت هنا في الbox الكبير ده الابيض ده واقدر اعمل formula بتاعتي زي ما اتفقنا انا هختار formula من داكس طبعا المكان ده مفي وشغة dax formula هي طبعا مش بالزبط زي excel لكن في تشابه مش زي معادلات excel الطبيعية انا هختار dax formula بسيطة اسمها sum x وزي ما انت شايف في assistance once انا كتبت زي excel بالزبط لو عمل tap هيفتح لي ويبدأ يساعدني ويقول لي هو محتاج ايه جو formula دي السام x تحتاج اسم table انا table الاولاني بتاعي زي ما اتفقنا اسمه sales t اول ما كتبت sa اداني اختيارات من دمنهم sales t هختار ه بالماوس وبعدين اعمل عليه double click بعد كده عايز اعمل كما عشان ابدأ في الجزء التاني الجزء التاني هو expression معناها معادلة وانا عشان احسب المحاج اضرب sales value في المحاج فبرضو انا عايز من ال table اللي اسمه sales t عايز الفيلد اللي اسمه sales فحكتب sa حلايا قدامك اهو sales t وادي الفيلد بتاعته انا عايز اختار sales هقف عليها ودبل click وبعدين عايز اضربها في المحاج نفس الكلام هي موجودة في الجدول اللي اسمه sales هكتب sales وروح اضور على sales وبعدين commission percentage double click عليها واقفل ال bracket بتاع السم اكس انا كده خلصت لو عايز اتأكد ان المعادلة بتاعتي سليمة في حاجة اسمها check dex formula دست عليها وقالك انت تمام ودلك علامة صح بالاخضر مش كده وبس من المنطقة انا طبعا بحسب فلوس فممكن اختار currency واده dollar sign اهيه وممكن اغيرها لو حبيت بالضبط كانك بتعمل number formatting خلينا في dollar sign وزيل اسم places ودوس اوكي لو نزلت تحت في pivot table fields هتلاقي field جديد اسمه commissions وحتلاقي بليه fx معناها ان ده measure او معادلة لو خدته وحطيته في values زي ما wrap وكمان من غير ما اعمل number formatting بتاعك جاهز مش كده وبس relation دي و thex formula اللي احنا عملناها او measure اللي احنا عملناها وكمان formatting اللي اتعامل معايا كل ده قدر استخدمه اكتر من مرة فلو افتفق اي حتة فاضية هنا وطلو alt n v عشان اعمل pivot table جديد وحقول برضو use this workbook data model واقول له اوكي حلايا قدامي نفس two tables تاني اقدر اروح على t sales واخد ال commission واحطها هنا زي ما انت شايف number formatting شغال تعال المرة دي نحط dates علشان نبص على مثلا monthly commission value زي ما انت شايف قدرت اعمل في ثواني based على الفورم اللي انا عملتها قبل كده اقدر ما استخدمها تاني هي والnumber formatting بتاعها والrelation اللي اتكريات ما بين the two tables